تمام? انا عايز اتكلم في الكومنترد. يا جماعة لو انا مش ما تلي البودكاست لو سمحتوا قولوا لي في الكومنترد اشان ما اطلعش تاني. بس خاص. بس انا هتشاننا بيني وبينكو الجناز. بصها انا هقول لك حقيقة. المتغطي بالناس يا رياني يعني. يا لابو عالك كلمة. خمسينات قوي دي يا. دي مناسبة قوي للحلقة بتاعت النهاردة. الغطاء. اه. يا ولا. المتغطي بالناس. معرفش ايه رقتها بالحجاب. الغطاء يعني. انت بقيت لما حقا. يعني ازاي واحدة مش محجبة تبقى تغطيها بالناس بس يعني اعرف دخلها بس انا عايز اقول حاجة قبل الحور بجد. ماشي اوه. اه ال 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 البرنامج ده انا شايف ان كل واحد فينا بيتعلم في حاجة بجد. باتكلم جد. كل واحد عنده تحدي. ماشي? والله يبتكلم جد. شريف التحدي بتاعه ان هو ازاي يعني ازاي يتعامل من غير مش 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 من غير ما يحضر بس ان هو يعرف يتعامل احسن شوية. فهان? اللي هو يكتسب ثقوة في نفسه شوية وان هو ازاي اللي هو محضره. اه مش يهبد من يعني. ايه بد بشياجة كده. قصة انت يا ابني كل ما نكلمك اللي هو طب الحمد الله عشان نلحق نحضر. يا ابني انت ما بتحضر بالك تلات ايام. انا اسف معلش انا اسف والله مش عشان الناس. مين بيحضر اكتر في الاخر? انت. بعت لك جملة بعتني لنا جملة انا هتكلم مع مش عافية. ايوة. طب ما تقول لا انا محضر ما تقول يا انت تحضيري عشان نفع من الكلام فيه. قدام النازة هو. بس فدي حاجة ليه? الحاجة اللي انا اه. اه. انت اخذ باكنا سايبك للاك. اه. 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 الحاجة اللي انا ان انا اه اتعود او اعود نفسي ان انا مش انا النجم خالص. يعني انا مش فعلا يعني انا هو قبيل بيصور النهاردة. كويه هو اللي ايه بيساعدنا نصور. فانا كنت قد بفكر اللي هو اه اشت انا دوري ان انا اه 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 ازبط الصوت. طب لو جبنا حد يزبط الصوت. فهم? ممكن ما يجيش اصلا يعني اللي هو انا فعلا مش اه انا هبقى البروديوسر وخاص. انا هنتج الحوار. انت بالنسبالك اه اه شوية من اللي انا لسه قيله ده. ان انت مش يعني ممكن تعود نفسك ان انت مش يعني مش انت اللي هو يعني. اه 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 وفي نفس الوقت ان انت تعود تسمع شوية. لان ان انت فعلا الحوار ده اه لو زبط هتبقى هتبقى حاجة حلوة جدا يا. فهم? زي ما انت بتسمع دلوقتي. ما عايز اتكلم فهمش قادم. ما انا عارف? ماشي. لا لا والله يعني اه معاك حق اكيد. معاك حق. بس انا يعني مستفيد من الموضوع من من منظور تاني كده ان احنا بنتقابل. واه جدا والله فهم. صح. وعجبني فكرة البودكاست بعد ما كنت اه اه منتقد اول فكرة زمان من سنتين ولا حاجة يعني لما اسمع عن البرودكت يعني. فكله موصل لما خلق له. الحمد لله. ان شاء الله الناس مش هتخزلني وتقول انه الحمد لله انا وعامر رجع. الحمد لله هكذا. وبعد الحلقة ال 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 بس هو 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 عامر اه ضروري للديناميك بتاعه البودكاست. صح. 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 لا لا الحمد لله والله ان احنا ربنا مجمعنا انا حاس ان احنا حيلوك انا جيبت مايك جديد وسمعه جديدة عشان كنتبقى لي 16 حلقة بقول ان انا هعمل كده الحمد لله الحمد لله الصراحة انا ما كنتش عايز اتكلم على التوبيك ده خالص خالص يعني بجد مش انا حاسس انا حاسس ان الشباب بتوعنا اللي هم الرجالة يعني اه في توبيكس اولى ان احنا نكلمهم فيه وده مش معناه ان احنا مش هنتكلم فيه ان شاء الله بس انا اصدى ان هو ايه لا بس مش ده السبب يا حاجة ايه مش ده السبب اللي عندي خايفي الطرقه علي صح اه انا مرة عملت فيديو مرة عملت فيديو انه يعني البنت بلاشت حط صورها على الفيسبوك والانستجرام يعني كومنتات كلها وانت بها متحطش صورتك وانت اصدى اصدى اتحجب والله عطيم كومنتات يا جماعة جدت بس عندهم حاجة بصراحة مش ممكن اقسم بالله وقيت حتى طالعي اصلا الفيديو ليه بقى طب وقيت يا عم اصبري بس اقول كلمة بس والله فيعني انت خايف من الحاجات دي انا فاق ايو ايو دي حقيق انا بس صراحة يعني 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 انا عارف انه فيه كلام اه البنات مش عرفاء او محتاجة ان هي تسمعو والواحد برضو متأثر بفكرة انه اصلا يعني اول فيديو انا طلعت فيه او من قوي الفيديوهات كان على الحجاب زمان قوي اه دي تراما دي تراما بالمتلازينة الله تراما بالمتلازينة فعلا فعلا علاج نفسي بعدها فعلا اللي هو مش يعني ده اول ظهور ايو اخر ظهور النهاردة ان شاء الله فالواحد نهاردة اخر حلقة فالواحد يعني الواحد حاسس انه هو اه طالما انت راجل مش من حاجة تتكلم على الحجاب ولا حتى اتكلم مرتك فيه اعرف اللي هو فعلا اه فعلا اه انا بقيت حس كيب جد لا لا هم يعني هم بقاقوا بيوصلو لك الاحساس ده انت في حيطة معينة كده في الدين بقيت ايه خايف ان انت هتتكلم فيه لان لو اتكلمت فيها في ايه هم في موجة هتحصل عليك هم فانت خلاص بتقول بقى ايه يعني بقى يعني اتكلم في الحاجات التانية الحلوة اللي ما بتزعلش حد دي صح مش الهجاب بس عماتة انا اصدق لا 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 في قضايا عموما يعني عموما في قضايا تانية وعموما في الاغلب برضو في قضايا المرأة يعني يعني في حاجات معينة لما بتدخل فيها انت ايه يعني بيداس على وشك لا فعلا فعلا يعني اه فعلا الفيديو بقولوكو بتاع الصورة ده يعني انا حسيتنا ايه ده انا اجرمت بقى فهم ده انا زودتها اول معاني بكلم في حاجة اصلا بسيطة يعني بس النقطة التانية انا حاس برضو الخوف ده يا احنا مش جايين النهاردة الحمد لله انا ده ده بيت مع الشريف انه ايه مشكلة البنت مع الحجاب يعني ممكن يبقى المانع ان انا هي مش عارفة ممكن مش فهمة الموضوع مش مش ما انا بشوف انه ده النسبة الاقل يعني يعني هيبقى اغلب اللي بيسمعنا مش مشكلة ان هي مش عارفة انه فرض وان كان ده نقطة عشان نوضحها يعني لو المانع هو الجهل فلا الموضوع بين جدا انه فرضية الحجاب واضحة جدا في الشرع حال ومن ابسط طبعا احنا مش في مقام ان احنا بقى نمسك قدلة ونجيب الواحي ونجيب سنة بس من ابسط الحاجات هو انه اجمع العلماء هو انه احنا انا مش بتكلم على اللي طالعين في عشرين عشرين يتكلمه لان لما واحد يبقى طالع في عشرين عشرين يبقى هو بيتكلم في انه فيه الف وربعمائة واربعين سنة كل الناس كل العلماء مكنوا شارفين معنوش مشاكل اه معنوش مشاكل ومفاهمين اللغة وفاهمين الواحي وطلع يقوله نفس الكلام ويجي واحد نهار ده ويقولك لا افكه معنى الستر ومعنى الحجاب ومعنى الغطاء وانت يعني هم اللغة فاتتهم كل دول على مدار السنين دي يعني العقل ما يقبلش انه واحد نهار ده يطلع يقول فيه حاجة كل دول على مدار الزمان ده فيه مواش الاجماع واضح واصلا الاجماع حجة يعني لا يجوز اصلا مخالفة الاجتماع يعني ما ينفعش يجي واحد بقى افرق وانت سنة يقول لا كل القبلية غلق مش منطقي صحابة وتابعين مش فاهمين لغة ومش فاهمين وحي فموضوع اللي انه الحجاب في الشرع والانحجاب فرض واضح قوي وبعيد نبقى عن عن الاسف العشرات اللي هم يعني الصغيرين اللي بيتكلم ودول بصوا برضو في الواقع اللي احنا فيه انت هتلاقي يعني هتلاقي الازهر فرض هتلاقي السلفين فرض هتلاقي مصطفى عزني فرض هتلاقي الشيخ عقوب فرض يعني الناس اللي هي الناس اللي بتصرق تاخد منها دين اي انجام بقى انت مين ففكرة انه اللي بيسمعنا مش عارف فرضية الحجاب دي نسبة قليلة والحمد لله في كتب وفي محاضرات والموضوع سهل انه الحجاب فرض وقال لا اغلب اللي بيسمعنا مش مشكلته في دي انا حاس كده فحاسس ان احنا معداش مش كان نتكلم معاه لان انا بتكلم على حد عايز بيبحث عن الحق الناس اللي يقول اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع الحديث ده فيه ثلاث حاجات ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع فانا ممكن يبقى اللي بيسمعني ممكن انا في مسألة معانا انا شايف الحق انا عارف ان ده صح بس مش عارفة مش عارفة مش وراها يعني عندي مشكلة المشكلة دي هي اللي انا بتكلم فيها انه ان احنا عندنا هوى عندنا شهوات دي اللي بتمنعنا فانا منوعب نتكلم فيها بصدق ان احنا بنحاول نبقى صدقين بنبحث عن الحق لا يبقى نوعب نتكلم ان شاء الله ايه الهجوم هيبقى قال شوية يعني انت عايز تتكلم مع اللي عايز اتزقها هايز اتكلم عن المشكلته نفسه والصراعه مع شهوات انا احب اظهار الجمال ودي اعلى شهوة عند البنت ان انا ابقى جميلة واظر جمالي وده مش من باب يعني ان انا عايز ابقى ببوز الناس لا هي البنت تحب الزينة رب من ايقال كده ينشأ في الحلية انه البنت بتحب تظهر جمالها وتحب فهو اساس الموضوع لو هو مش جهل هيبقى الشهوة والهوة اللي عند البنت يعني في حاجة انا لسه متعلمها قريب ودي كانت من الحاجات اللي الناس بيستخدموها عشان لو هنقفل على حتة الحجاب فرض ولا مش عرفيه كده انه القاية دي نزلة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكده انا تعلمت انه اصلا الحجاب بتاع زوجات النبي غير اه مختلف انه هما كانوا ما ينفعش حد يشوفهم اصلا يعني هما مسلا ماشيين ركبين جمل الجمل ده مقفول عليه خالص بيكلموا حد من وراء حجاب فاللي هو ده ده لفل تاني اصلا بالزبط فمن المنطقي جدا انه الحجاب العادي هيبقى أقل من كده سيكة فاللي هو هيبقى يعني انا مش بقول نقاب بس انا فاهم ممكن يبقى انا مش عارف معرفش ايه الحكم يعني انا عارف ان فيه انا بس حبيت اتجاوز ملاحظة نقاش الحكم وان كان ده يعني اكيد برد حاجة يسناء الناس فيها بالادلة بس يعني لكم الكلام هنا يعني يعني ملخص الكلام يعني فاتوه كان مبن لما ابن حزم اوه قال ابن حزم واتفقوا على ان شعر الحرة وجسمها حاشة يعني ما عدا وجهها ويدها عورة يعني اتفاق اهل العلم جميع اهل العلم متفقين على ايه على قدر العورة العورة يعني الحاجة اللي بتستر ماشي على قدر العورة ان جميع جسد المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين ده اتفاق كل العلماء وبعدين اختلفوا في ايه بقى في الوجه والكفين اختلفوا في الوجه والكفين النقاب ولا حاجة اه يعني يعني انت مش هتطلع برة قول جواز كشف الشعر ده ما فيش حد من اهل العلم على مر العصور من اول النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وفهم الصحابة وعمل الصحابة وبعدين العلماء والامة الاربعة لحد لحد عصر انه النهار ده ما فيش عالم معتد به معتبر قال ان يجوز المرأة ان هي تكشف شعرها او تكشف الجزء من جسمها ما عدا الوجه والكفين جواز كشف الوجه والكفين او ستر الوجه والكفين قال يعني واتفقوا على ان شعر الحرة وجسمها حاشة وجهها ويدها عورة واختلفوا في الوجه واليدين اختلفوا في الوجه واليدين هي عورة يعني الوجه عورة او لا قال قال بعدها هو اقره يعني اقر ابن حزم شيخ الاسلام اقره على الاجماع الاولاني ده رغم ان قول الحنابلة اللي ارجح فيه ان النقاب وبعد كده حتى الكتاب ده اسمه كتاب اسمه الحجاب الدكتور سامي عامري جايب في البداية ايه كلام اهل العلم بقى اختلف العمام في تحديل العورة على مذاهب وبدأ يذكر اقوال الشافعية والحنابلة والمالكية والاحناف على خلافه لكن اللي انا عايز مش عايزين نقرأ الكلام بالتفصيل يعني لكن اللي عايزين نوصل ان اجماع اهل العلم والاجماع حجة يعني ما ينفعش حد يطلع النهار ده كده انا اكتشفت قول جديد مش حاجة اسمها هو ده حكم شرعي يعني انفعش ان الخمرة ربنا حرمها ان يجي مسلا في الفين وعشرين واحد يقول ايه والله انا اكتشفت ان الخمرة حلال مش ينفع فالاجماع ان الجسد المرأة وكامل عورة يجب ان يستر الا الكشف الوجه والكفين على خلاف بين اللي بيقول بوجوب النقاب او ان بيقول باستحباب النقاب او بيقول حتى في وقت الفتنة من بعض المذاهب الشفعية والمالكية والاحناف حتى اللي بيقول بجواز الكشف ممكن يقول ان في زمن الفتنة ان المرأة تستر الوجه لانه موضع زينة فده الخلاف يعني الخلاف هنا اهو يعني خلاف لو انت خرجت من الحجاب هتروح على النقاب طبعا طبعا مش بروفيشنال خالص المبايل اللي ردنا ده بنعتذر للناس طب فالنقطة بتاعت الهوى النقطة بتاعت الشهوى انا ده اللي حاول نقاش ندور حواليه لانه بالنسبة لي الحجاب هو مثال العبودية مثال للي ربنا يريده مننا مسألة انه ربنا خلقنا ليه او خلقنا عشان نعبوده كيف يختبر الله او كيف يريد الله مننا ان نعبوده بانه هو خلقك في دنيا وبقى فيه الميكانيزم بتاعه انه نفسك يضع فيه الله فطرة وشهوات واهواء ويضع في الدنيا الزينة وانت تميل ليها وعليك بقى انك ايه هنا اللعبة عليك انك تجاهد بقى الحاجات دي وتحط حدود واما من خافى مقام ربي وانهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المقوي والجزاء هيبقى جنة اللعبة دي احنا فاهمينها الرولز دي احنا فاهمينها فالحجاب صورة مصغرة منها دي مهمة لانه الشهوة الاساسية اللي بتحرك الراجل الجنس الشهوة الاساسية اللي بتحرك البنت الزينة هي الزينة فالحوار مرتبط تماما فالحوار هو الحجاب صورة اساسية من صور العبودية نفس اللعبة انه انت عايزة تظهر الجمال والدنيا فيها الزينة وفيها اللا حدود في اظهار ده ولكن انت عليك ان انت لعبة المجاهدة تبدأ هنا بقى زي ما الراجل لعبة المجاهدة تبقى في غض البصر زي ما المسلا يعرض عليه فلوس لعبة بقى انه يجاهد في حاجة اسمها مجاهدة اساسية ان انا اجاهد اللي انا عايزه في الدنيا عشان في حاجة اسمها جنة ونار الموضوع ده لو اتفهم انه الحجاب صورة مصغرة منه هنعرف ان احنا لازم بنت تواجه عصلاجة او تعالج نفسها او تبدأ انها في مشاهدة لان جواها اللي نفس نفس تهوها ولا تعقل اي عايزة ده والله يعني ده جماعة عن عمد يعني مش صدفة انه الفجر في الوقت اللي انا عايز انام فيه مش صدفة انه وها كذا فمش صدفة انه البنت يتقل لها غطي بقى الجمال ده يعني هي هو كده عارف اللي هو ايه يعني لما ييجي واحد يقول لها انت شجلك احلى بالحجاب لا هو مستحيل تبقى احلى بالحجاب يعني هي لو احلى بالحجاب انه مش حجاب صح انت فكر الحلقة اللي تكلمنا فيها عن الابتلاء وكنا بنتكلم عن فكرة ان انت بتحس يعني كل واحد عنده حاجة دي اصعب حاجة هو محتاج يتخطاه عارف وانت بتستدلب كده على التحدي اللي ربنا حطه قدامك او الابتلاء ده مم فبالزبط يعني بناء على كده طبعا لو البنت شايفة صعوبة ده عشان هو ده الحلقة عشان ده كده صح انت كده صح اللي مثلا يا جماعة الحمد لله اه تعرف ان هي ماشي صح وتعرف ان هو ده لب الموضوع ان هي عبودية لسه يا ري بوست مبارح والله رائع لانه واحدة بتعبر كانت عنا عاف شفتوها اللي بس هو بالانجلش واحدة عايشة برة فهي بتقول انا عادي بالترجم اصدق ايه فتاة يعني بيقول بس هو بالانجلش انا قلت انت هتقول اه وبعد انبص عليا عشان او هفهمها وجيه وجيه عشان هيترجم لن يعرفنا بقى هادي عام انا درستقات برضو يعني سيد داييل لس فا فهي البنت والله بتعبر عن المعنى ده وهي بتقول ان هي معاكش في ايه انجلترا ففي حتة وما فيش حد خالص فبتقول انا واقف الواحدي فلا واحدي خالص وما فيش علامة يعني فبتقول هي شالت الطرحة والهوا اعمال يخشف شعرها وكانت حاسة بإحساس مش عارف ايه وبعد كده هي جيب بقى لايت ناس بتقرب فهي قاد تقول طب حادي بقى اوعد كده شوي لحد ما هي قالت نفسها انا بعمل ده عشان ربنا وانا ولبس بتقول انا لبست الإشارف تاني وحسيت ان الهوا اختفى وما بقيتش حاسة الاحساس لنا كنت حساء بس عارفة ان هو ده لب الموضوع وعارفة انه وامتبصة في السماء وقال له يا رب انا بعمل كده عشان لما روح الجنة اعرف استمتع بزينة اعلى يا سبحان الله واحدة فهم المفهوم بحزفيره فحسيته انا بسمعت ايوه انا عايز بس الناس يوصلها. عايز عروسة زيني. حسيته انا. حسيته انا. لا لا والله فعل ما شاء الله ازاي حد. انا بكلم على عامر ومش انا. لا لا انت انه ازاي ازاي المفهوم ده اسكن محتاج يوصل البنت اللي هتيجتي بعد شوية مسلا تشتكي ايه. انا متضايقة من الحجاب. ايوم احنا عارفين والله. او انا اصلا احاس انها مش هبقى جميلة بالحجاب. برضو احنا عارفين. المفهوم ده اسكن لازم يوضح. انه ده جزء من العبودية وصراع بين هواكي وشهوتك الاساسية الكبيرة اللي عندك. وبين رضا ربنا والجنة اللي انت عايز تخشيها. بص انا يعني عايز اقول حاجة. وقاعد بتخيل ان اللي بيسمعها هيفهم. هيقول لي انت مش فهم حاجة ومش حسس بينا ومش عارف ايه. بس هقولها وخاص. اه عشان ممكن تفرم عحد يعني. اه خلينا نفترض فرضا يعني. اه. وده واقع بس خلينا نفترضه عشان محدش يقول برضو ايه. اه. الرجالة غالبا اكتف اكتر وبيعملوا حاجات اكتر ومش عارف ايه. فعادة الستات طبعا عايزين يبقوا زي الرجالة وكده. فخلينا نفترض فرضا ان احنا وصلين لحتة كشباب مسلا. مسلا. او بانا بني انا مش موفي عليه اصلا. يعني يعني ممكن الستات تبقى ايش تبقى عايزة يا رجالة. ممكن تبقى ايه? يعني ريب تفترض الستات عايزة تبقى زي الرجالة. عشان هي دي الحركة. هو ده الحراك اصلا. ان الستات عايزة تبقى زي الرجالة اما هو ده. ايه هو بيتكلم على على الستات اللي هم عايزين يبقوا زي الرجالة. ايه انا مش اصلنا الجملة دي لأ انا يعني. ما هو. فبقى معليش نقف هنا بقى. عادي جدا. ما هو انا انا اصبت عايزة. يعني الستات عايزة. ما تسيبه يا عام يوصل فكرته. ايه الناس تقول لك عام ايه اللي هو انا عام اعترض. طيب حلم. عادي يعني. فيه ستات مش عايزة يا رجالة. انت اصلاك فيه نوعه كده. انا بقول انه. هو بيكلم على الالف واللم دي. انا بقول ان الازمة. انا بقول ان الازمة ممكن تيجي من هنا. ماشي. وممكن تيجي من حتة من حتة تانية بس دي من الازمات. طيب. هحاول انجز في في البوينت يعني. ماشي. اه هل هل الست المفروض ان هي اه شارفة صغيرة ازاي من غير ما ايه الطرق علي. بسم الله. خلينا بص دلوقتي احنا كرجالة انا 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 افترض ان انا مسلا شاب متدين او شريف مسلا. وقادر ان هو يبقى اكتف وفي نفس الوقت متدين. وقادر يبقى متطلع وبيعمل حاجات في حياته وفي نفس الوقت متدين. طيب. كويس? فمحقق المعادلة بشكل ما. فالغيرة هنا بتبقى في فكرة انه هل نقدر ابقى متمسك بديني وفي نفس الوقت بعمل اللي انا عايزه في الحياة وبتحرك. خيمت انا. ولد او بنت. كويس? فهمت? طب رد انت عشان هو لسه بيكمل. اللي انا محتاجة اقوله ان البنات بتحس ان الحجاب عقق ما بينها وما بين الحياة. كويس? خلنا في الشبهات ده. وان هي محتاجة اه ما تعملش كده عشان تنطلق. تنطلق. وفي الانطلاقة دي هي ممكن تظن ان هي ممكن تعمل حاجات ترضي ربنا. ماشي? الحوار اصلا هو الحجاب. يعني هو ده المغزى. هو ده هي دي الغاية. انت مش بتعملو عشان تعمل بيه حاجة. انت بتعملو عشان تعملو. ولو هو ده الصراع الحياتي بتاعك. هو ده الفلاح. بس كده. انت فهم? هل هل ده صح? يعني هل هل دي هل المفهوم اللي انا بقوله ده اه مزبوط ولا هيعود يقوله لأ او فاكس وانت مش حاسس بينا ومش عارف ايه. اكيد هيقوله كده عشان مفيش امثل لده. مفيش حد بيطلع يعني لان المحجبة بس هي ما عندهاش حاجة تطلع تقول او تحكي عليها. فاهم? طب معلش هو فعلا يعني اه فعلا ان اللي انت كنت عايز كنت بتقوله ليه في الاول. انه هو انا لو اتحجبت اه بالزبط انا كده انا انت من بالك انا لو اتحجبت انا كده وصلت ليه اصلا. يعني صح? بالزبط. يعني ايوة يعني هو اه يعني ليه اصلا استفيد ايه اصلا اتحجب ليه وايه اللي اوصل لده. اه احيانا احنا في كلامنا كتير عن عن الحجاب يعني بس عايز اوضح نقط عشان ايه احنا دخلنا ايه? اه سفنين كده عالناس شوية. يعني احنا كلامنا مع مع البنات اللي بتسمع البودكاست ده او الشاب اللي بتفرج علينا يعني. الهدف منه ان احنا يعني اخوات وبناخد بييد بعض علشان نتشجع اكتر على طاعت ربنا سبحانه وتعالى. يعني مش الهدف التنظير على البنت اللي مش محجبة. او الهدف ان احنا بنقول ان البنت اللي مش محجبة او اللي لسه مش مزبطة لبسها او مش عارفة تاخد الخطوة او عندها شبهات في الحجاب. ان هي مش معانا او ان هي برا وفدي نظرة ايه? اه فوقية ايه. ده خلص. فاحنا هدفنا ان احنا بنحاول ان نفكر بعض بالمعاني اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. وناخد بييد بعض علشان دي مسئوليتنا. ان احنا ننصح بعض ونتنصح. وممكن لعل الانسان زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقوه. ان احنا بنقدم العذر بين يدي الله سبحانه وتعالى بالنصيحة للناس. ولعلهم يتقون. ممكن انت تقول كلمة لحد سبحانه الله يعني ربنا يفتح قلبه لها. فواحدة تاخد خطوة حجاب. وده اللي احنا عايزينه يعني عايزينه ان البنت اتقرب من الخير ده. فليه البنت تتحجب? يعني كتير من اننا بنتكلم في الحجاب بناخد الجانب. بنتكلم عن حتة العقبات زي ما عامر مسلا هنتكلم فيها دلوقتي ان شاء الله. بنتكلم عن اه اللي يعني ان هي فتنة وبتسبب فتنة للشباب وان ده في ميزان سيئاتها. وده ان شاء الله هنتكلم عنه برضه. لكن احيانا بنغفل جانب ان هي هتاخد ايه لو اتحجبت. يعني كأن المحجبة دي في ايه السواب بتاعها. يعني ممكن حد يبقى ما عندهش مشكلة انا بس عايز اعرف يعني ايه السواب. زي الانصار هم وبيبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا احنا انا اخد ايه؟ قالوا هم الجنة. خلاص يعني انا اما ده ما عارف ان العمل اللي انا بعمله ده. هيبقى اخر اه هتعب شوية وهاخد الجنة. يعني المرأة اللي جات للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله اني اسرة واني اتكشف. فادعوا الله ان لا اتكشف. يعني فادعوا الله لي. اللي اطلب الاول ادعي لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ان شئتي صبرتي ولك الجنة. يعني لو عايزة تصبري على البلاء اللي انت في ده وتاخدي الجنة. وان شئتي دعوت الله فاشفك. فقالت يا رسول الله اصبر. يعني مدام الصبر ده هيبقى نتيكتو ان انا هدخل الجنة. قالت اصبر ولكني اتكشف. يعني سنا عندي مشكلة ان هي في الصرع. ايو. دين مشكلة. مش مش مشكلة المرض. هي مشكلتها المرض. ومشكلتها كمان طب خلاص انا هصبر على المرض. بس انا مش هقدر اصبر على التكشف. رغم ان هي ايه? مرفوعة عنها القلم. يعني المجنون حتى يفيق. حتى يفيق. هو مرفوع عنه القلم. هي هي في حالة ربنا يعافينا فيها نوبات وبتتحرك فجسمها بيتكشف فيه. هي مش متعمدة ده. فربنا مش يحاسبها عليه. انها مش 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 اصدى. ومع ذلك من حياء المرأة دي بتقول ايه? ولكني اتكشف. فدع الله علي. فدع لها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد الشاهد من الحديث ان هي لما عرفت ان جزاء الصبر على العمل ده ان انا هدخل الجنة. ده خلاص خلاني ان انا ايه? اتحمل. فاحنا بنقول مثلا البنت لما بتلبس الحجاب. ده ايه? احنا اتفقنا ان الحجاب ده فرض. من المعلوم من الدين بالضرورة. حاجة حاجة لا يسعى المسلم ان هو يجهل ان ده فرض فرض ربنا سبحانه وتعالى. ولما نزلت الآية ربنا سبحانه وتعالى قال اه وليضربنا بخمورهن على جيوبهن. قالت عيش رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الاول لما انزل الله تبارك تعالى آية الحجاب. شققنا مروتهن فاختمرنا به. ماشي? ففرضه ده عمل اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب انا لو عملت الفرض اخد ايه? لو عملت الفرض دي اكتر حاجة تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. في الحديث ربنا سبحانه وتعالى قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يعني اكتر حاجة ربنا يحبها واكتر حاجة تقربك من ربنا سبحانه وتعالى وربنا يرضى عنك بسببها ان انت تعمل الفرض ان انا اصلي الصلاة فوقتها ان انا اتحجب. فده الفرد سوا بالفرد. يعني طول ما انت ماشية انت الوقت بتكبر او مثلا دخلت في الصلاة الله اكبر. طول ما انت واقف في الصلاة لو انت نيتك لله وبتصلي الصلاة زي ما النبي عليه الصلاة بيصلي. انت عدد الحسنات بتاعك ايه? شغال. شغال انت في عبادة. حتى لو قاعدت في المسجد بتنتظر الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم ولا يزالوا احدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. يعني طول ما تقاعد في المسجد وعلى وضوءك مستني الصلاة انت كإنك في عبادة. وانت في العلم وبتطلب العلم وانت في الدعوة الى الله. انت في عبادة مستمر. طيب هي البنت لما تلبس حجبها. حجب شرع يرضي ربنا سبحانه وتعالى بالمواصفات الصحة بتاعته. وتنزل مثلا من بيتها رايحة في ضرورة في حاجة. اه رايحة الجامعة. رايحة بتتعلم. رايحة بتتفسح مع اهلها من غير معصية. وهي خارجة ولبسها حجاب يرضي ربنا سبحانه وتعالى. هي بتعمل ايه? عبادة. يعني طول ما انت ماشية في عدد ميزة يعني مثلا احنا ممكن نتكلم في الدرس اللي فات او في الحلقة اللي فاتت كنا نتكلم عن صلاة الجماعة. فالبنات كاتبين احنا يعني بنغير. في ناس شوفوا الحلقة. احنا بنغير من الولادة على الثواب ده. ماشي? مم. فدي حاجة من حاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى اختص بيها المرأة. مم. ان هي الثواب مستمر طول ما هي لابسة الحجاب بتاعها. فده فضل. فضل كبير. ايه دي نقطة مهمة فعلا. صح. الحاجة انا مخدت عمني وركزت في الموضوع بالطريقة دي. صح. حمد الله. تحمست الهجاب. بقم يكون عن اقتناع. الحاجة التانية. شو مهمة على الفكر يبقى عن اقتناع. حلوة الحتة صح. جاي معنا. اه. الحتة تانية ان ان ده ده فعلا عايزين والله فعلا انا لما بشوف واحدة مثلا لابسة حجاب محترم او او لابسة نقاب في الزمن ده والله فعلا انا ببقى يعني حاسن هي بطلة. مم. يعني فعلا الحجاب في الزمن بتاعنا ده صعبة جدا. ممكن يجي زمن يبقى عادي كل بنات محجبة. كل مفيش مفيش آلهة للموضة مفيش شهوات مفيش ضغط مجتمعي مفيش شبهات عن الحجاب. فعادي ان البنات كلها بتلبس الحجاب. مش حاجة صعبة. لكن في زمن اللي احنا في ده بنات كتير بتقيلها الحجاب. وناس شايفة ان الحجاب بتخلف وراجعية وده ضد حرية المرأة. وشبهات عن الحجاب وضعف ايمان وما فيه يعني فيه فيه حاجات كتير تقول لها اقلع ان انت لابسة ده. زي ما نجي في العقبات. فان هي تصبر. يعني فيه انواع الصبر تلاتة. الصبر على البلاء زي ما حكينا في قصة المرأة اللي كان عندها صراع. وصبر عن المعصية. ان انت تصبر انت نفسك رايحة للمعصية. فتقول لا مش هعملها. تصبر عن المعصية. والصبر على الطاقة. انت عملت العبادة وبتجاهد نفسك عليها ان انت تصبر عليها. ربنا سبحانه وتعالى قالوا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولا. وان الله لمع المحسنين. يعني انت لما تصبر على العبادة وتجاهد نفسك عليها. ربنا معاك. ان دا من الاحسان. وان الله لمع المحسنين. وربنا سبحانه وتعالى قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وقال في دا من عبادة الرحمن البنت اللي تصبر على الحجاب في الزمن ده. ربنا سبحانه وتعالى قال اولئك يجزون الغرفة. ويلق. اولئك يجزون الغرفة بما صبر. يعني بسبب الصبر بتاعها في الدنيا. اولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ويلقون فيها تحية وسلام. خالدين فيها. حسنة مستقرة ومقابة. الغرفة دي اللي هي. يعني ممكن نقول لحد دلوقتي ان انت لبسك للحجاب. ده ممكن يكون سبب ان انت يسكني في الفردوس الاعلى. في اعلى درجة في الجنة. بالحجاب. يعني ممكن حد يبقى متخيل ان الغرفة دي اللي هي اعلى درجة في الجنة. دي محتاجة بقى اعمال غير اللي انا بعمله. غير الفرائد. ممكن بالصبر على الحجاب تكون في الجنة. في الفردوس. اعايز بس اقول حاجة. اقول الحديث هو اخطي. طيب. كم. 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 النبي عليه الصلاة والسلام قال. ان اهل الجنة لا يترأون اهل الغرف. من فوقهم. كما تترأون الكوكب الدرية الغابرة. يعني ناس في الجنة وناس تانية في الغرف دي شايفين كأنها نجمة في السماء كده. لتفاضل ما بينهم. فقالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيره. درجات العالي دي بتاع الانبياء. قال بلى والذي نفس بيده رجال امنوا بالله وصدق المرسلين. يعني اللي يؤمن بالله ويصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ويلتزم شرع ربنا سبحانه وتعالى يبقى في الدرجة العالية يصبر على الطاعة. فده ثواب الحجاب. لا انا بس لفت نظر انت تقول فردوس وكده الكلام بتاع اللي عايزين يقللوا من قيمة الحجاب وحسسك انه حجاب ماشي من الدين بس حاجة عادية كده. يعني دي من الحاجات اللي هو عشان يبسط الموضوع يبسط برضو حجمه في الدين. حاجة هامشية. يبسط حجمه في الدين. يقولك يعني الاخلاق والصلاة والتكلمة وكأن الحجاب مثلا 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 في حجم الصدقة مثلا. زي موتة الازعم طيب. اه بالزبط في حين انه يعني لا يعني ظني انه انه الصلاة وبين الوالدين. الحجاب. دي حاجات كبيرة جدا عند البنت. اه طاعة الزوج. فلا فعلا فعلا. فعلا. الهجوم اللي هي. يا عمو انا بقول لها. تفتفتح علينا. انا بقول لها طاعة الزوجة. الطاعة في المعروف. ولازم يكون زوج صالح. واخد بالك في رجال كتير ظلمينه وبيضرب وزماتهم. ودول ان شاء الله. هو كمان. هو كمان لازم. ربنا ربنا يا حسيمة ان شاء الله. حلقة تانية انا مش هكون فيها. انا. ولا انا. عامر ما يطلع الوحد. ادي 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 اهو انا متير الفوتكواتس. لا بس فعلا فعلا يعني ظني انه الحجاب من اكبر الفرائد اللي عند البنت. فبالتالي من اعظم اسباب الفردوس. فلازم البنت تشوف ده. ونبي السلام لما قال اتدرون اول من يدخل الجنة بكمان اول ناس هيخشوا الجنة. فمن صفات الناس دي قال رسول الله ايه? ويموت احدهم. وحاجاته في صدر. اه وحاجاته في صدر لا يستطيعوا لها القضاءة. يعني هو مات وهي جهدت هواء وهي نفسها في حاجة طول حياتها فضلت نفسها فيها. وماتت وهي نفسها فيها. ده اتدرون اول من يدخل الجنة. شبحان الله. فلازم ال 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 لازم 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 الوضوع يتخط في حجمه. عشان فعلا نتحمس يعني احنا كمان بس جدا. اه عاش جدا عن مثلا ان انت يعني ادائك حلو جدا في الحلقة دي. والله ادائك والله ادائك وقتك جدا صح? انا مفصوص. صح? انت حاجة تانية يعني? حاجة تانية يعني? ما كانش قادر في الاخر على الحديث بس يعني. لا اخفت والله اخفت ان انساها والله. لا الحديث اضافة حلوة جدا. شكرا يا جماعة. اه شكرا. انا انا حسس ان اللي احنا بنتكلم فيه هي فكرة اه هو اصلا ايه الهدف يعني? ايه ايه هدف الحياة اللي احنا فيها دي? هل هدف ان احنا يعني منطقي جدا جدا ان قيمة الحجاب اه تبقى كده. اه عشان الاهداف اصلا غير اللي ربنا يريده مننا. يعني احنا هدفنا ان احنا اه نبقى جمدين جدا في الدنيا ونبقى عاملين كزا ونروح ونيجي ونعمل وبتاع. وده ما فيهوش قزمة بس ما ينفعش هي دي تبقى الاولوية. ما ينفعش خوص. كويس? وفي الاخر انا بشوف يعني انا بشوف انه احنا برضو مش بنعمل ده بنفسي انا يعني يعني البنت اللي بتتحجب ولا الولد اللي بينزل يصلي في المسجد زي ما كلمت كانت والفاتت والكلام ده اه ربنا هو اه اللي بيونعم عليه بدا هي اللي استعانة يعني اه طبعا طبعا انت مش قادرة الحجاب عشان دي حاجة صعبة جدا حاجة صعبة جدا وانتي مش هتقدري على الحجاب بنفسك برضو عادي يعني ما وعادي ان احنا نعترف بدا جدا مفيش مشكلة خالص وانت مش قادر تقوم تصلي الفجر استوعب ان احساس ان انا مش قادر ده لو جي وراه على طول ان انت تسأل ربنا ممكن الاجابة تيجي على طول لازم انت مش متساب لازم لازم فعلا انت مش متساب يعني ما تخاف ما تخافش وما تخافيش عارف انا خايف شوية يعني بس باين اوين كلامي صعب لازم اجيب الشباب في وسط الحوار فما ما تخافيش انا مش هخاف انا مش هخاف ما تخافيش فعلا انتي مش لوحدك الله بجد والله لا يعني معاك حق والله وله فكرة بقى ده بيبقى ظاهر يعني ده بيبقى ظاهر عند بعض البنات اللي هي بتفهم انه العبادة مش باديها في انه هي كلامها عن الموضوع يعني وهي بتشجع بقى الناس البنات للحجاب تلاقي تلاقي كلامها انه الحجاب هو اللي خلاني هسق في نفسي هو اللي اداني الكرامتي هو اللي حسسني بكذا فبقى تتحاول انه الحجاب بقى أدات قوة من نسبة لها. وبقى فيه ما هو ربنا ممكن يخفف عن واحد أعباء التكاليف دي. وبقى فيه آه لازال برضو فيه الشهوة والهوى ده مش هيختفي. بس بقى فيه آآ ايمان هو اللي بيخلي آآ واحدة آآ لأ دي بقدم بعد ما تحجب عايز ننتقب بقى وهي هو ممكن تبقى واخده انه مش فرض بس بقيت عارفة انها كمان طب انا عايز لأ دا الموضوع طلع بيمباور بشكل معين وبيغذي روحها بشكل معين فبقت فربنا بيسر جدا. يعني يعني عشان بس ما طولش في دي بس انا مرة اكتبع زوجتي مسافرين برا. فانا كنت طب هي في بنات ممكن كزا. لا لقيتها بتقولي لا طبعا انا عارفة طبعا انهم اللي غلط. وربنا ينسى بيتها فعلا بس كان كلامة بالنسبة لنا كنت خايف ايه. انا خايف لحسنهية. لقيتها في البلالة خالص. يعني لقيتها وهم اللي غلط انا اصلا كده فرحان انا عارفة. يعني الواحدة ممكن الله سبحانه وتعالى يثبت واحدة. والموضوع يوصل نهي هي نفسها بتدعو الناس لحاجة باصل. فهي بتبدأ كده. وبس بالاستعانة زي انت بتقول طبعا يعني بتوصل. انا انا في حاجة بفكر فيها دائما وهي فكرة اصلا احنا الواحد عايز ايه في الحياة. انا نفرد رجلي عشان انه عندي ربوط اصابة. بس ربنا بيرك ان شاء الله انت وانت بتصلي يعني عايش ما شاء الله يعني ربنا. بس بفعشتني. لو تلاحظه مفعشتني. بس بس ربنا بيع فيك. اه. 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 اه كده وانزل والعبك واطلعك ويجري وما تقلاش. انا انا مش فاكر انا كنت اتكلمت عن. افتكير مغلبين كاملة. اه هم بيلعبوا. اه. انت وانت مصاب برضو اه. احنا مصابين. مزق في الخلفية. في ايه. يا ريت ناس المركزة معانا في الكاميرا. يا ريت ناس المركزة معانا تخفشوا. انا مصاب برضو افكرة اي دي جزعت. اتشغلبت او انا بلعبك. خلاص يا بني بس. عرجزنا. جديتي اللي هرحمها. كتب بقول ايه? ما تيش حاجة بتختشي من اوانا. في الامثلة بتاعت النهاردة دي. يعني خلاص انت راجل عاد لك تلاتين سنة فاهم? تلاتة وتلاتين. ما تعاملش نفسك ايه? طب تعمل حركات وتجري وتتشغل. العباء على هادي كده فاهم? سنورده شريف مسك الحكم السبعينتية دي. الامثلة. مركز معانا. شكرا. طبول. اه. اه. ال اه. يعني كنا برضو اظن تكلمنا في في الحتة دي. فكرة ان انت بتقدر بشكل ما اه تعرف بتاع حياتك ماشي زي. يعني اه. هي نفس الكلمة. هي نفس الكلمة. هي نفس الكلمة يعني. مفيش عادة مش عارفة على فكرة. اه بالضبط. يعني انت انت دلوقتي اه يعني انت تقدر تحدد. مش مش قوظي انك تحدد انت رايح الجنة او نور. بس اه حياتك ماشي ازاي. يعني انت حياتك بتدل على على ايه? عارف? فلو واحدة اه اه. مش 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 يعني مش عارف. خليه. ايه طبعا ما انتش الحتة دي يا ابني. اه دي يا حازم اللي انتو عايزين نتكلم وانا اول اسمعه. ادي ناسمعنا عشرة دقايق. رأي من حياتكم. اه هو حازم بس النهاردة. سيب العشرة دقايق سيب الخمس دقايق دقايق. حازم النهاردة بس يعني عزم بيحط الكلام. بيحط الكلام. طبعا. بيحط الكلام يعني انتش تفضل تسمعنا هنا. انا عايز الناس في الكومنتات تكتب ازاي الحلقة دي. سعادتهم عمليا في ان هما في ان هما يبقى اخدوا خطوات. انت مش متخيل. يعني انا مرة عملت فيديو. فيديو خمس دقايق. بس كان في رمضان فانا كنت ازاي كبارة كنت جاي اضرب. والله وطلبت في اخر الفيديو. عشان انا فعلا عايز اشوف. اه الكلام ده ايه? وطلبت في اخر الفيديو لو سمحت يا جماعة اللي هياخد خطوة يبعتلي. وما لا يقل عن خمسة وعشرين. يعني خدت سكرين شوتس وعملتهم في بوست. الناس 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 بتحب ربنا. وبتبقى بس عايزة حد يقول لها. اه يلا. فاضل حتة. فمش زي ما انت اظنن خالص. في البودكاست بتاعنا في اللي بيتفرج علينا يعني. ما تلاقش احنا يعني ايه? احنا في حتة بعيدة شوية. وانا برضو مش عارف احنا بنكلم مين بالزبط. يعني احنا لو بنكلم. انا عارف ديو برضو بكم انت. يلا يا ولود. وما بيجيبوا بعد. لا تقلق. انا انا عايز الوقت تلعب دول دول الموزيع. الموزيع. اذا عب دول الموزيع. يعني بعد ما اصلنا شوية انه انه هو هي الشبهة مش شبهة اه جاهل وفرد ومش فرد. او حتى دي خلاص ممكن واحدة تبحث فيها. وهنا هو الموضوع فيه صراع. فالشيطان مش هيسي بالنفس بقى اللي هي جواها اهواء وجواها شهوات دي. والشيطان يعيدكم الفقر. ويأمركم يأمركم الفحشاء. يبدأ يوسوس يعيدكم يعود يتكلم معك. وهكا يبدأ يأمرك. ويأمركم بالفحشاء. فالشيطان مش هيسيهم. يعدهم ويمنيهم. فانا هلعب دور ان انا هقول لكم الحاجات انا مفكر في الشبهات النفسية اللي عند البنت. الحاجات اللي هي بتمنع الواحد من الانطلاق وبتبقى عادة غلط. عادة بتبقى كلها غلط وهمية حاجات كده وخلاص. هي دي فلق طاحة من العقل. فتعالوا كده ايه نلعب الدور ده وانرد مع بعض. ماشي? فمين الحاجات اللي ممكن انه البنت يجي لها انه انا لو اتحجبت انا كده مش همبسوطة. يعني الحجاب هيمنعني على ان انا بقى مبسوطة. ردكو ايه. بس انا هلعب الدور ده. حلو. انه هي تقول لك يا مش همبسوطة. طيب انا يعني انا ممكن اقول يعني اه بعد بسم الله يعني. نعم. ان ان عموما السعادة اصلا السعادة اصلا بيد الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قاله وانه هو اضحك وابك. وبالعكس ان الاعراض عن ربنا سبحانه وتعالى والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى من اسباب اصلا الشقاء في الدمinar. وما اعرض عن ذكري. وما اعرض عن ذكري فان لهو عيشة نضنكة. ونحشره اليوم الطيامة اهمة. فالانسان اللي يظن ان هو لما يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ويمتسل امر ربنا ان ده هيبقى سبب للكآبة. يعلم ان ده على طول من وسط وست الشيطان من صد الشيطان على الإنسان الشيطان بيخوف الإنسان خوفك من الطريق حسك أن أنت هتتخنئ في أن هو خنق ليك ربنا وصح الله تعالى قال في بداية سورة هود وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى أنت تمتع في الدنيا بسبب اللي قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة يعني تبقى في الدنيا عايش حياة طيبة بسبب طاعت ربنا فده كلام مش صح طيب أنا ممكن في ناس بتظن ودي ناس وبنزاد بقى الكبار اللي بيقولوها كمان الصغارين أنت لس صغيرة يعني هو دايما في لقطة كده أنا لس صغيرة ولما تجوز وعشان يوم الفرح وأنا لسه مش عارف إيه طب أنا ولادي بس لما ربيهم دايما فيه فكرة أنا لسه بدري أنا لسه في عشرينات لسه في تلاتينات أنا لسه أنا بيتمي القواعد خلاص ما مش لازم ألبس لحاجاتها دايما فيه الكنس بتاعه لسه بدري لسه صغيرة مين يعني الواحد يعني ما نقول لك رود ده بقى خلينا افترض خلي بقى الشطان بيكلم البنت جدا خلينا افترض دلوقتي أن المناقشة دي فعلا قسرت وانت روحت وقلت الواحدة كده لسه صغيرة سيبها دي لسه صغيرة ده موجود ده موجود ده بيتال على واحدة في الزمن السنوي جامعة لسه متجوزتش بالذات دي قال يعني هو ده يعني دي لسه انجيلها هه أنا مش عارف اتجوز بس خليك فان لسه صغيرة أنا بفترض ان انت فعلا روح تكلمت واحدة وقالت قريبتك اين كان وقالت لك فعلا انا لسه صغيرة لازم نستوعب انه لو حد جي نصحك فربنا سبحانه وتعالى هو اللي بعت الشخص ده صح تمام فدي نصيحة جت وده مش ممكن ممكن ما يدومش يعني ممكن الشخص ده ما يجيش تاني ابدا ولا هو ولا غيره ولا اصلا تتولد النزعة بتاعت الحجاب دي تاني ابدا صح كويس فدي مصيبة صودة يعني ما ينفعش الواحد يجهل او يتغاضى عن الاشارات والعلامات اللي بتيجي دي فكرة هيصة صغيرة ومش عارف امتى يعني انت عايزة ايه اللي يحصل هل مثلا عايزة لما تتجوزي عشان الشخص اللي جاي يشوفك يبقى شافك مثلا قبلها في حتة كده وحشة جدا وهي فكرة انه مين اللي بيسبب الاسباب يعني هل لما انت تعملي كده زي مثلا لو حد مصاحب مثلا لو انا مصاحب عشان اتجوزها هل مصاحبتك لها هي اللي هتقدي للجواز ولا ربنا هو اللي هيكتب ده حتى لو انتوا اصلا في كل بلد فهل انت ما تتحجبيش ده اللي هيخليك مش عارف ايه اه عارف اه انا حسك رضيت على حاجتي هو ده هو ده كده هيدخلنا في حتة الرزق ماشي في حتة الرزق دي مهم لكن احنا عايزين نتكلم على الحتة اللي عمر بيقول هذه اللي هي انا انا لسه صغيرة او ان انا قدام لسه شباب لسه يعني ناس حسن انه اه ممكن حتى ده دام الشرط من البنت نفسها ده يتقال له يعني يا بنتي هي عايزة مسلا تحجب او عايزة مسلا تغير لبسها تلبس عبيات تلبس واسع شوية تلبس نقاب يا بنتي اه تكبري نفسك ولسه صغيرة وصحابك حواليكي كده ولما تتجوزي فالكلام ده بتسمعه طيب هنا انا من وجهة نظري ان رد يكون من ناحيتي ناحية القولة ان هي البنت اصلا مكلفة يعني من اول البلوغ هي بدأ التكليف فالتكليف ما فيش فيه لو هو مات بعد لما بلغ التكليف ما فيش فيه ده فلان عنده مثلا خمستاشر سنة وفلان عنده ستين سنة هو مكلف مكلف يعني ايه يعني هيقفوا ادام رضبنا سبحانه وتعالى ويدخل في قول الله سبحانه وتعالى وكلهم اتيه يوم القيامة فردة يعني شينفع تقول ده كان صغير ده لا هو مكلف فالمكلف هيسأل وممكن في اي لحظة الانسان يموت الانسان الموت بيأتي بغتة فممكن انا حطى في دماغي ان انا هتحجب ان لسه صغيرة فهتحجب بعدين طيب افرد موت وده احنا بنشوفه يعني كتير من البنات وكتير من الشباب ممكن يموت وما بيصليش او تموت وياه مش محجبة طب انا قابلت ربنا سبحانه وتعالى وتارك فريضة من الفرائد يعني في يعني انا مش جاي مثلا عامل صغيرة انا جاي بحاجة كبيرة انا بقى ان ايه حاجة كبيرة انا جاي بسايب فرض يعني سايب حاجة من 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 اساس الدين ممكن اقطع هنا معلش ايه ايه برضو احنا عايزين نستوعب انه ترك الحجاب مش بس هو مش مش هادي بس المشكلة يعني مش هو ده بس الذنب الوحيد هو بيجي وراه انه كل واحد بيشوف البنت دي هي بتاخد ذنب علي ماذا احنا رايين ده 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 ادي جايين لها في الاخر في البعض اللي عطلة فيه ماذا هو زي ما انت قلت هي فكرة اول ما دولة ناسة صغيرة لازم لازم تقول على الموت يعني لازم لازم الموت يذكر مفيش رد غير كده وبعنا انا حاس انه زمان وانا عندي عشر سنين كنت فاكر انه الناس بتموت وهي كبير بس دلوقتي موضع خلص انا فاهم انه ما فيش ما فيش حاجة سمانة صغيرة صغيرة عليه ما هو الموت بيبوك يجيلك السنة الجاية والفيسبوك مرشا فيعني احنا خلاص كبرنا على اصلي يعني فعلا استوعبنا انت لسه بتدخل على الفيسبوك يا عامر بعد الحلقة اللي احنا منافك انه انه الموت بيجي للعشرات والعشرات 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 بالتساوي يعني ما فيش اصلا تصائل فانا الناسة صغيرة دي كلمة اه غير منطقية غير علمية اصلا احصايات الموت انت بتقول كلام مش صح الحاجة الحاجة التانية اه ان ان احيانا هو زي ما دي حتى من من كلام اللي حازم قاله ان احيانا لما بيجي لك رسالة بتعتقد ان انت قادر ان في اي لحظة انا نفذ الامر ده اعرف زي مسلا اللي بيشرب سجاير او بيشرب مسلا حشيش لسه في البداية وبيشيش فيقول لك انا عادي انا ممكن على فكرة في اي وقت ان انا ابطل الحوار في جيبي الحوار انا عادي سيدنا كعب وده هيجي معنا في حتة تانية برضو لما اتكلم عن عن ضغط المجتمع سيدنا كعب في بداية الحديث لما لما هو ما كانش اصلا عايز يتخلف يعني سيدنا كعب هو عايز في البداية يقول يا جماعة انا 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 من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وشاهدت البيعة وما تخلفتش ما تخلفتش ولا موطن من المواطن الا بدر وبدر النبي عليه الصلاة والسلام كان خرج مع الصحابة يريدون عيرا قريش فعايز يقول ايه ان انا اصلا ما كنتش عايز اتخلف عن الغازة وسيدنا كعب مش مباية النية ولو الشيطان جاله قاله على فكرة انت مش تطلع بالشيطان ما بيعامش معك كده يعني مش هيجي وش في وش كده يقول لك لا على فكرة احنا مش هنتحجب احنا هنرد امر ربنا سبحانه وتعالى مش هيعمل كده ليه لان انت انت بتحب ربنا انت انا عايز ادخل الجنة ومش عايز ادخل النار فهو الفكرة ان لأ طب كمان شوية مش دلوقتي وعلى فكرة انا عادي انا في لحظة فسيدنا كعب لما الجيش بدأ يتجهز بيقول ايه فطفقته اغدو فارجع ولم اقضي من جهازي شيء يعني الناس بدأت تتجهز وتطلع وتجيب فاقول في نفسي انا قادر على ذلك اذا اردت يعني انا في ثواني اذا انا هنزل في ثواني هجمع الحاجة وهتجهز قال فلم يزل يتمادى بي يعني فضلت في عارف حالة الايه التراخي دي حتى انفردت خرجوا فهممت ان ارتاح لفقدركهم ويا لا يتني فعلت معرفش يجيبهم خرجوا خلاص وبقاعد بعد اما خرج ندم فهنا ان انت بتبقى معتقد ان عادي انا في اي لحظة هتحجب عادي انا على البنات اللي ماشيين في الشارع محجبات طب انا ممكن اتحجب في اي لحظة ممكن على فكرة حسن لبسي في اي وقت فكرة ان انا قادر دي مشكلة فالنسان يبادر انا جات لي دلوقتي لحظة حاس ان انا لا انا انا على خطر انا محتاج ان انا لبس حجاب خدي خطوة دلوقتي متأجلش متساوفش محدش ضامن قاتل مئة والحديث ذا يعني تشرح كتير قاتل مئة لما الراجل قال له اترك ارضك وانطلق الى ارض كذا فان بها اناسا يعبدون الله قال فانطلق في حديث كده نبي عليه الصلاة والسلام قال فانطلق حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت فالراجل ده نجا بشبر فكان اقرب بشبر طب هو لو كان اتأخر وقال طب لما ارجع بس اشوف ظروفي ومش عارف كان كان كانش يدخل الجنة فدي نقطة الخوف من الموت او الحاجة تاني حاجة التسويف ده علاج الحتة اللي متكلم فيها. طب خد بقى دي عشان هي بتتقال كتير اصلا انا خايف اه 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 ابطل سجاير فارجع تاني. فاهمين دي? اصلا هي خايفة تاخد الخطوة فترجع تاني. فلو رجعت بقى تاني قلعته فكده هي اوحش من النهاردة. هي بتقول ايه? هي احيانا بتقول ان انا من جواية. اه هي بتقول انا من جواية دلوقتي لسه. اه. مش لأ من جواية دلوقتي لسه مش كويسة. اه. كفاية. لا ما دخلت لها ندخلت معنا لسه. طيب. انا بتكلم في واحدة. اصلت شبها دي بتيجي والله كده. انا هي 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 ممكن تقول لك انا خلاص انا ممكن استحجب ده. طب هو ده ان انا. احنا بنقول الكلام ده برضو عشان الناس تفهم مش على سبيل التنظير على الناس. لا انا بنقش الشبهات نفسية. احنا بنحاول نخرج. نخرج اللي ممكن الكلام اللي يتقاف. يعني بغرض المساعدة يعني. خلينا قولينا قولي ان انا. اللي يزعل يزعل. يزعل. حازم نص الحلقة لأولاني غير حازم نص. او صحيح بنكلم اخواتنا عارف? وبنكلم بنكلم. تبطل الكلام ده لنفسك. اه والله يبقى حرام. عنده شبهات. هو كان عنده شبهات. بص حازم. اه. انا سرتفايت كوتش. انا من دلوقتي ان احنا نفك الفير اوف انون. والفير اوف بروسس. والفير اوف لوس. ومتخلوشة كما احنا مش نصح. لا بقى هي. دي شبهة بديت جيل. دي بتيجي كتير جدا. انا خايفة انا خايفة انا خايفة اقلعه بعدنا نلبسه. بس خلاص. هي دي الشبهة. هو الشيطان ييجي اقول لها ايه? ما هو انت دلوقتي انت دلوقتي انت دلوقتي مش هو حاجة. ما هترجع. يعني شوف هو بيلعب عني صورة. راسم صورة. في احتمال ان هي تحصل. احتمال ايه ما تحصلش. في مقابل صورة هي عمرها ما هتحصل. انيه خلاص ما تلبسوش تماما دلوقتي. يعني. يعني فرصة ان هي تلبس الحجاب لو هي لا بلاش لحسن تقلعي. فرصتها بقت ايه? زيرو خلاص انت كده يا خلاص. عمرك ما اه. في مقابل ان انا مش هعملها غير لما اكتشف الغيب. غير لما حدي اكد لي مليون في المية ان انا هزبط عمري. احنا بناخد الخطوة مبدئيا انه لو الخطوة متاخددش لوقتي كده احنا الحمدلله استقارينا على عدم الحاجة. ان لما احنا بناخد الخطوة وبنرجو من ربنا انه يثبتنا. زي اي حاجة. زي اي حاجة. زي اي حد. على فكرة كلنا خايفين لو عملنا حاجة نبطلها بعدين. بس بنعمل الحاجة الحمدلله قدينينا سمينا عملناها شوية. وعلى امل ان احنا ما نبطلهاش وربنا يسطر. يعني ده يعني دي شبهة محتاجة واحد بس عنده سنة زكاة. يعود. يوازي طب الاحتمالات اهي? طب انا كده عملت ايه في الاخر. طب انا ايه اللي يا خلينا اكتشف ده ما هو لحاجة. بس والله شوبه بتيه كده جدا. انا خايف اخدل الخطوة وبعد كده سيبها فااااا. تاك 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 تاك. وبعدين ده في سوء ظن في ربنا اسم على تعالى. لو لو قلت بقى انه مش هيسبتني. ايوه ربنا يعني مثلا يعني ممكن ممكن بنت مثلا تبقى عايزة تاخد خطوة معينة في اللبس زيادة. يعني مثلا ايه بتلبس طرحة مثلا صغيرة فعايز تلبس خمر مثلا. بتلبس لبس عادي فعايز تلبس عباية. او هتلبس نقاب او مثلا هتوسع النقاب بتاعها تلبس مثلا ايه ادناء او حاجة. ايا كان يعني. فاول لما ممكن تاخد الخطوة تحس ان هي اه متضيقة ومخنوقة شكلها وحش. سبحان الله لما بتجهد نفسها وتصبر ممكن بعد اه شوية تحس ان هي ايه اه ربنا شرح صدرها الحاجة دي بتحبها زي الحتة اللي كان عامر بيتكلم فيها. ده في كتير من العبادات. اه. يعني ممكن في العبادة في الاول انت تلاقي فيها عشان ممكن حد يجرب فاول لما تشوف فتحس ان هي ايه لا انا ما حستش بسعادة وما حستش بلزة وما حستش ان انا مرتاحة عادي مفيش مشكلة. ممكن انا افضل بجاهد نفسي وبعالج نفسي وشايف ان الحاجة دي انا مش مرتاح فيها وبعالج نفسي عليها. بعد فترة ممكن ربنا سبحانه تعالى برحمته وبكرمه ان هو يخلي الانسان يحب اللي هو بيعمله. هو ممكن لأ. هو ممكن لأ بس ظن في الله. ظن في الله ان. اصلا في ناس بص اصلا انا امراضي بتتعب جدا من اللبس. يعني مش مش لقيها لبس مناسب ومش عارف ايه وبتاع. ودي ودي مشكلة حقيقية. مم. وانا ما عنديش حل ليها. يعني انا ممكن اكون بحاول مسلا نعمل لبس. في ستاب راكل البنات مثلا. وبحاول. اعلانه. بحاول اقدم بحاول اقدم حل بحاول كويس. بس ممكن ما يبقاش فيه برضو عادي. ايه بس بس خلينا اقول طيب. يعني انا بس بذكر دي عشان اه مش اقول ان في انا مش عايز احل انا عايز بس اطمن الناس انه كل الناس عندها المشكلة دي. ايه بس بس انا برضو هارك اقول لك انا بحيس انه كلهم يصل لي ما خلق لها في النقطة دي. يعني اللي ربنا يرى منه انه هيقدر يزبر على زي سيدنا كعب خمسين يوم هيصبر خمسين يوم. وفي واحد لأ يعني في ناس فعلا هي اللي بتتصدى ان هي بتكتب عن الحجاب وتقول للبنات هتجيبه. ففيه. فهو ربنا هيرى القلب ده والوسع ده ايه? وهيثبته ومش هيسيبه. فخلينا بس نتطمل دي 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 تحل بقى هو. طب هو هيكتب لي ايه في الابتلاق ده? بس كده ولا كده ربنا معاه. طيب ادخل بقى. خش. خش اللي بعد. بس ارى ايكم في الفكرة. ارى ايكم في الفكرة دي. شفتوا اللي عحمة عار وجوده. جميلة. تحضير اه. ربنا يفتح عليك. طيب. اه انه في لما صالي الاول. حلو. صح? مش في لما صالي الاول. يعني انت دي ولد بيشه مخدرات تقول له اه صالي يقول لك لما سيب من بطل مخدرات. في دي بنت ساعات تقول لك لما صالي الاول. مم. فرد. عس انت ممكن حد بيسمعه وهو شايف ان هو بعيد جدا. فانت جاي تكلمة على الحجاب لا. في حد ممكن اصلا يبدأ يتهمها كشوبها لا انت اصلا بتصليش. يعني دي بالذات كلمة الصلاة. بالذات العبادة المعروفة قوي اللي لازم تتعامل للاول. هل الصلاة دي استبقى الاول? هو انا يعني انا ليه ان انا اقول لنا ده الاول يعني واحدة مثلا مش محجبة ايه المانع ان انا بقى هلبس الحجاب وهلتزم بالصلاة. يعني مفيش مانع. يعني ليه ان انا حط الصلاة والحجاب كأن فيه تعارض بين الحاجتين. مفيش تعارض يعني انا اه بقول لها تحجبي. لان ده فرض ربنا. فلو انت سيبت يعني انا مش هينفع وصل لمرحلة ان انا اقول ايه? طب خلاص تحجبي ومش مشكلة ما تصليش. او صلي وما تتحجبيش. لا ما هو ده فرض وده فرض. يعني يا جماعة الدين مش مش بيتاخد احنا مش بالنقي. صح. يعني مش اخد اللي متوافق مع هواية واللي ما فيش شيء. ما يمكن اصدها مسلا اه انه ما يمكن اصدها مسلا اللي هو حاسنها منافقة او ان الحجاب مش هيتقبل مسلا. دي النقطة اللي انا كنت عايز اقولها يا حازم. دي نقطة اللي انا بتكلم فيها ان ممكن ممكن بنت تعتقد ان انا من جوايا في قلبي اه يعني الاسة مش حاسة ان انا كويسة. والحجاب ده صورة الخارجية. ماشي. 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 فشايف ان ده مش متوافق مع ده. ماشي. فلما صلح جوه الاول ابقى لبس الحجاب. وده اصلا ده من من يعني من مكائد الشيطان من مداخل الشيطان. نهو اصلا لما لما اللي جوه ده بيتصلح فعلا ده بيظهر بيظهر على 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 الجوارح. ممكن تقول مثلا ايه? طب ما عادي طب ما فيه بنات كتير هي بنات كتير محجبة ومش كويسة اخلاها مش كويسة. ده برضو من 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 الكلام يعني. دي جاية دي. دي جاية دي وما اتمكن الظرح عليه. فا يعني اه الافكار دي كلها احيانا بتبقى كلها من الشيطان. طب ده اقول نفس الات اللي عيش النار. اللي هو ايه? اللي هو اللي انت دي سأوله. اختبار اختبار خشوع. انا جيت dela. ربنا بيقول فا اذا فراغت فانصب وا الى ربك فرغب. الاية اللي ق بلني هي اللي بتكلم عليه العمل والبذل. والاية التانية هي بتكلم عليه اللي جوه قلبك يبقى عمل ازاي. سبحان الله يعني انه العمل هو الهم 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 بيجي بالهمة. يعني انك يبقى قلبك يبقى جواك ان انت من جواك كويس ده بيجي بانك تبذل بتاعات اصلا. مش العكس. مش انه قلبك يبقى فأنا الحمد لله انا بحب ربنا وعندي يقين وتوكل وكزا. فهوم اصلي. هي 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 اللي اتنين اللي اتنين بيتبعوا بعض. انا عايز اوصلها بي. انا بس عايز افهم الاية مش فاهم مش فاهم الربطة. ماشي. اه. اه. حد المشايخ قال. قول ايدي ما انا عالش فاهم. كان بيقول ان اعمال القلوب بتتبع اعمال الجواح. انت عارف انت قلت. مش احنا قلناها في الحلقة المشؤومة دي اه. اعمال ان شاء الله مش مشؤومة. اه. بصنا فيش دعوة مشؤومة ان شاء الله. اه. الكلمة الطائبة ممكن ايه ربنا ينفع بيها يعني وانو بعد حي. في الحالة دي من غيري? اه. اه دي من قبل ما انت دي وانت صغير. دي بتاعة اه. ما كنتش جيت انت خالص. خلينا بس نوصل للمعنى ده عشان بس. يلا بسم الله. عشان الناس بتشتكي ان هي بتتهمن الموقعة. فاذا فرغت فانصب. وايه لربك فارغب. اه. قول انت عايز تعلق عليها. عايز اقول ان ان احنا بنقول مثلا هي ممكن تحس ان المشاعر اللي في قلبها او الايمان اللي في قلبها مش كافي ان هي تاخد الخطوة دي. احنا بقول ان هي لما بتاخد الخطوة ده بيبقى لي اثر في القلب. يعني انت لما بتتصدق. الصدقة دي من اعمال الجوارح. طلعت المال. فالمال ده بي. لا الصدقة اللي انت طلعتها دي بتؤثر في القلب الانسان. وكذلك انت مسلا بتسمع قرآن. او ان انت بتتحرك في الدعوة الى الله مثلا. او بتبزي المجهود في طلب العلم. او بتتعب رجليك في القيام. كل ده ايه? بيؤثر في القلب. فانا لما هاخد خطوة والبس الحجاب. واصبر عليه واجهد نفسي فيه. ده ده بيعلي الايمان في قلب. صح. ماشي? ولما الايمان بيعلى ده بيرد تاني على. صح. على اعمال الجوارح تاني. بتزود فرصك. بتزود فرصك. اه. في صورة البقرة استعينوا بالصبر والصلاة دي اعمال. وانا لكبير الى الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. ده عمل قلبي. فالعمل هو اصلا اللي بيحرك العمال القلبية دي. اذا ذكر الله واجلة قلوبه. منطقي جدا. فهي الفكرة في انه اه مش ما. انت مش مستني تحس. مش مستني اه تتحرك. انت بتتحرك عشان تحس. لو خذل عندنا ما استطعت. يعني واحدة. ايو. يعني واحدة راحت لربنا بالحجاب احسن ولا تروح من جال حاجة خالص. نفطرت بقى انه في حد مش عامل حاجة خالص. صح. لا المنطق بيقول انه لا اعملي حاجة كبيرة جدا. وده ممكن ربنا يقول له من يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. ده يخلي ربنا يفتح عليها في عمل تانية. هي ممكن تاخد خطوة. يعني ممكن يكون مهيسر لها مثلا. ان هي حب ان يتخطوة الحجاب. ولما تاخد خطوة الحجاب ربنا سبحانه تعالى بيقول من تقرب اليها شيبرا انت قربت اليها زراحة. هي تاخد خطوة. فتلاقي يتفتح لها صحبة صالحة. فتح لها باب علم. تفتح لها الصلاة. بتحب ان يتصلي. تفتح لها الاذكار. كده. انها النقطة اللي انت قلتها بقى. بتاعة اه 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 المرتبطة بالرزق اه بالزبط. الحجاب هي ده يعني مش عارف اتجوز. مش عارف اشتغل. فهم. ده بيحصل يا بالذات مش عارف اتجوز. مش عارف اتجوز. مش عارف اتجوز. اه دي قلناها. ومش عارف اشتغل. حتة اللي انت قلتها. اه دي ممكن تتكلم عليها. اللي هي انا كده الدنيا تقفلت عليها. هو صح طبعا ممكن ما تعرفش اشتغل. بس هي الفكرة اه ايوة والله طبعا عادي جدا هو احنا. صح صح. ما هو اللي بتقول ما بيعفوش عادي جدا. صح اه اه. يعني انت بدأناك مش كل الاماكن هتقبلك. كلام صح. ويا ما ناس عارفينهم مصحبنا ما بيترفضوا عادي جدا. مم. كويس بس هي الحياة ايه? مم. يعني انت عايز يمنى الحياة. انت عايز تعمل اللي الناس للشمال بتعملو. مم. ولا انت عايزت اه ولا عايزت تروح الجنة. ما هي دي اه يموت احدهم بس مش عارف اتجوز. اه شبه عباسية جدا يعني. صح. ليه بقى? علشان اه ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا هو اللي بيصر ده. وعلشان اصلا اه في الاغلب لو انت عايز تتجوزي حد كويس. فالحد ده بيضور على لحد كويس. لأ انا مجيب. ومش معنى كان ان انت مش كويسة بس بس هو يا جدعين الحجاب بالشكل بس. صح. والدقن بالشكل بس. اه. والله بجد ادقن بالشكل بس خالص. ادقن بتفرق تماما من جوه. اه. بتفكرك انت ايه اصلا. ربي ادقنا شد ربيك. طبعا. ايه جدا. ادقن ادقن بتفكرك انت ايه? بتفكرك انك مسلم. مم. بتخليك ما تعملش حاجات وحشة. هي بس النقطة دي انا اللي هي لما شريف انت اللي اتكلمت يعني في ان ربنا بايدو الرزق. يعني برضو نفس مرتبطة شوية بالموضوع السعادة. يعني ان عمالتي اللي ربنا يرضى عنه. مش هعرف احصل على حاجة من اللي هو بيتحكم فيه اصلا. يعني كلام عبسي شوية في حتة الامان بقى يا جماعة لازم هو اللي يوجهنا شوية. انه يعني الله اللي بيرزق واللي بيحسن واللي بيعطي. ربنا لما انا بقى ارضي بالحجاب. مش هعرف اتجوز. حاجة عجيبة جدا. والرد العقلي كان لما حد انا بحيب اقول رود العقلي ده لما حد قال لي اهو انت مش شايف محاجبات متجوزين ولا ايه. يعني اه فعلا اللي اولك انا ملتزمت وشو عرف اتجوز كل الملتزمين التلاتينيات متجوزين عن فكرة عادة جدا يعني ايه. ما فيش الليش الشبهة الغريبة دي. يعني ليه واحد تقول انا متحاجبتش هتجوز. يعني في كم واحدة ماشا في الشرع بالحجاب والله نفسنا اتجوزش عارفين. ما فيش كم ده اصلا. فلا ايمانيا من الموضوع داخل ولا عقلي الموضوع داخل يعني. هو اه في روي في اثر على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ان روح القدس نفس في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل او تستوفي رزقها واجله. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. يعني اذا كان اذا كان الانسان يعرف ان رزق ربنا سبحانه وتعالى دي حاجة قال تعالى وفي السماء رزقوكم وما توعدوه. ماشي? وانا مش مقصر في الاسباب. لكن ان انا مش هموت ونقص رزق. فربنا قال ايه? او النبي عليه الصلاة والسلام قال فاتقوا الله واجملوا في الطلب. يعني خليك جميل وانت ايه وانت بتطلب. قال ايه? ولا 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 يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه معصية الله. اسمع يا حزم. ناك. ولا يحملنكم استبطاء الرزق يعني انت الرزق تأخر. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه معصية الله. فانما عند الله لا يناله الا بتعطي. فانما عند الله لا يناله الا بتعطي. فاللي تعتقد ان المعصية ايه المخالفة امر ربنا في ترك الحجاب او التبرج. اللي يعتقد ان ان ده هو اللي هيجلب الرزق. المشكلة. مسكلة. مش 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 بيقنعنا برأيه. انا بيقول. راقص. بيقول فاكت. اه انت اتكاه. اه بيقول لك هي كده اصلا. انت انا بس بقولها لك. شكرا. انت بقولها لك هي كده. الحاجات اللي بحبها في كلامنا بس الله سلام انت لما تاخده ده وحي. ده ربنا بيقول لك هو اللي اللي يلاقي بتاعاتها هي مشة كده. بيزونا ربنا في معاملتنا. فلازم نؤمن بها. انت عارف انا عايز في في فاجوالة كده في دماغي عايز احاول اوصلها. انه عارف ما بتلبس الفيور بتاع تشوف حاجات. عمر يا عملتها. وبعد كده اه بس فاهم الكونسبت. ايه عملتها مرة. اه اه انك بيت رعب ومش بيت رعب وبتاع وقال نلبسها وخمس دقيقة. انا عطاعد بعد سبعة ثواني. طب تخاف اه? خاف جيد. سبعة ثواني البتاع يعني فعلا ما كانش رخيصة يعني وداخل بقى. سبعة ثواني. انت عارف ان دي مش حقيقة اصلا? ايوة. ده انا شفت القوضة كانت زيل احنا فيها دي حاجة اربعة متر في خمسة متر. وشفتها قبل ما لبس البتاع. اهل. وهو قال لي انت هتتحرك في القوضة دي يعني يا قوضة اخير. تمام? تمام? بس خلاص. حال. انت فاهمنا عايز اروح فين? ان الحياة اللي حوالينا احنا لابسين وشايفين الحياة من منظور اللي بيتعرض لنا. والافكار اللي بتأثر علينا والاهداف اللي مش حقيقية اللي حوالينا. والمناظر والناس اللي مش عارف ايه والمحلات والليلة دي كلها. والنبي صلى الله عليه بيوصل لنا الحقيق. وبيقول لنا ان هدفنا الجنة. وانسبنا من كل الكلام ده. واحنا لابسين الفي ار. وطبيعي جدا ان اهدافك تختل بسعب الفي ار اللي انت لابسه ده. سبحانه. لازم نقلعه. لازم نقلعه عشان نشوف نشوف ان احنا في قوضة اربعة فاربعة ما فيش حاجة بتخوف. ما اضعش علي. طب الكلام الناس بقى. وفي ناس مش ناس بقى يعني تقريبا يعني فيش حدا يتأثرش بكلام الناس. فيش واحدة يتأثرش بالناس ويتقول لها. والمجتمع ممكن يبصي لها بصة جزء من المجتمع يبصي لها بصة وايحشة ويعودوا دايما ينظروا عليها ويعودوا دايما يعني. وبعدين في كلام عن ازاي اللبس حلو ازاي احنا شايفين وازاي احنا مبسوطين وصفحات الموضة والممثلات ففي ضغط مجتمع رهيب. في فالبنت بتبقى عارفين القصصة اللي اسمعتها زمان في دروس. الراجل اللي هو ملك خلف ولد بودن واحدة. فعشان يعني الوقت ما يتعقدش. فامامر القرية كلها كله يتعودنه. كله يتعودنه وانعيش بودن واحدة عشان ما يكبر يعني. فاجي واحد مرة من برة القرية فماشي فهو بودنتين. فالعزة غيرة بتشارع عليه ابو ادنتين اهو. فهو ماطع وادنه. عشان بس محدش. الراجل اتقسر لدرج ان هو خلف فطرته يعني. ففكرة ده بيحصل. يعني ده البنت بتبقى بتأسرة جدا من مجتمع. فهنا هتقول ايه في الموضوع ده يا شايف? طيب اه ده يعني انت بتقول كلمة ان ممكن اي حد يتأثر. وكلام الناس فعلا مؤثر جدا. عشان كده مهم ان الانسان يحط نفسه في بيئة اه صحية للتدين بتاعه. يعني الصحبة والبيئة اللي انت فيها. ان انا ما بقاش حتى في البيئة انت كده كده غريب في المجتمع لو انت بتعمل اه سنن معينة في في الدين يعني. لكن اه في دايرة اللي هي الصغيرة بتاعتك اه. فلما انت تبقى غريب في دي كمان يعني ممكن تبقى غريب في اهلك في البيت ماشي. اه ممكن تبقى الغريب في الجامعة في الشغل. لكن لازم يكون ليك دايرة انت بتحس معها بالامان كده يعني بحس ان انا ايه الناس دي شبه ايه ومش حاس ان حد بيترق علي ومش حاس ان انا مختلف. اه فداي يطمني. صح. ده بيفرق بيدعمك نفسيا جدا. طبعا عملينا ومعنديش. يعني لو واحدة لسه ربنا سبحانه وتعالى انا معليها بالهداية وتحجبت واهلها كلها مش معاها ومعنديش. يا لازم لازم تشوف صحبها لازم صحبة كويسة تبحث وتدعي ربنا لما ربنا يرزوها. ده بيئة كويسة. على القل ان محدش يضغط عليها ان هي. وانا بشوف انه ده مش مش بالصورة اللي انت قلتها. يعني بشوف انه. موجود يعني. لا لا يعني موجود. بس مش واحدة مية في مية من اللي حواليها هيبقوا كده. او هي حتى نفسها في بيئة صحبة جدا. صحيح. انا عايز اقول بمسال. بقصت من بنات اللي حتى لو هي مش محجبة عارفة انه فرض. وبتسابورت اللي بتلبس حكابه. وهي عارفة ان هي صحة. يعني تشوف الصورة دي زي ما فيس دي في دي. فالمهم ان هي اتحقق ده بقى عن طريق اللي حواليها. او انا عايز اقول ان ان انت ما تستهونش بضغط المجتمع. طبعا. او ما تفتكرش ان انت ممكن تكون اا اقوى منه او تقدر تقوم عارفة. يقول ده ممكن يأثر عليها حد. ده ممكن يأثر على الصحابي. احنا ما كنا بنحي قصة سيدنا كعب ابن مالك. سيدنا كعب اه كان في نزاع شديد بين ان هو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام الصدق ولا ان هو يقول زي كل المنافقين اعتذروا باعذار. والنبي عليه الصلاة والسلام قابل منهم ووكل للسرائر الى الله. فسيدنا كعب خلاص قال لنا لما النبي عليه الصلاة والسلام وصل قال زح عني البطل. اجمعت صدقه. قلت خلاص هقول ايه? هقول الصدق. فدخل فقال للنبي عليه الصلاة والسلام فعلا انا ما كانش عندي عزر وانا تخلفت وانا كنت قوي في الوقت ده وماليش عزر. النبي عليه الصلاة والسلام قال اما هذا فقط صدق. فقم حتى يقضي الله فيك. فمشي. فسيدنا كعب يقول ايه? قال فثار رجاله من بني سلمة. من من قبيلة سيدنا كعب. قال له ايه اللي انت عملت ده? يعني انت انت معرفناش ان انت عملت زنب قبل كده. وكممكن ان انت ايه تعتذر باي اعتذار زي ما الناس عملت. وممكن النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر ليك. وخلاص يبقى انت كده ايه مشكلتك تحلت يعني. الزنب بتاعك هيروح خلاص. فبيقول ايه? فما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فأكذب ان ارسي. بتخيل ان انا بعد ما ععدت مع النبي وقلت له انا تخلفت عشان كزا ومش عارف ايه. من كتر الضغط عليه يا سيدنا كعب. كعب بن مالك. سبحانه. هي. هي رجع تانية اقول له لا انا كان عندي عزر. انا نسيت بس كان عندي عزر. فهو ده ضغط انه ممكن حد يخلي الانسان اه اه معاييرك وتصوراتك. والحاجات اللي انت مؤمن بيها. والمبادئ بتاعتك ان انت تغيرها عشان بس ضغط المجتمع. هيقوله هيزعله مني. هيتريقه علي فابقى خايف. فعمل حساب للناس. ده مشكلة. موضوع اللي اتكلمنا فيه في الحلقة بتاعت السوشيل ميديا. ان انت بيتأثر عليك وبيترسم لك رسمة. يعني عارف انا بطلت اتفرج على افلام. بسبب ان انا انا ما قدتش عايز اسيب دماغي. مم. للناس دي. خالص بقى فهم. مش قدتش قادر. يعني بجد ما وربنا سبحانه وتعالى كريمني ان انا الحمد لله عندي صاحبة كويسة جدا. بس انا مش قادر برضو. يعني الواحد الافكار بتيجي من جوة. عارف بزرى كده بتتزرع. بتلاقي نفسك بعد شوية ما قدتش يعني. المجتمع اللي انت عايش فيه. انت شايف انت مش بتفت فيه. مم. وعايزين نوجه نكلم البنات المحجبات زي ما انت قلت. آآ هم احيانا تلاقي واحدة مش راضية بالصحبة الكويسة اللي معاها. وعايزة بتحاول تتطلع ليه ناس تانية مش مش مناسبين لها. فهي هي بتعرض نفسها كده ان هي تسخد كل حاجة. مم. وانا معرفش انت هتجيب سيرة الموضوع ده. بس انا كنت عايز اتكلم على. مش حاجة كنت عايز اتكلم على البنات يعني عارف آآ كتير جدا بنسمع انه بنت قلعت الحجاب. كويسة. لو انت عارفها من قبلها مثلا بشهر ولا معرفش ولا بسانة ولا اين كان. غالبا ما بتبقاش متفاجئ. ايوه صح صح. انت بتبقى شايف ان هي هي اصلا كانت. انت تطور الطبيعي للحاجة الساعة. بالزبط. اه. بالزبط. فالخطوات بقى بتاعت ان احنا. نزول. كل شوية. اه. كل شوية نزود في الحجاب. كل شوية نلبس احسن. كل شوية ننتقب مش عارف ايه. كل دي حاجات بتحمي ان احنا ما نرجعش الورا. زي زي فكرة الصلاة احنا لما واحد بيصال في المسجد ويصال للسنن. يعني يبقى ابعد كتير انه يسيب الفرض يعني. بزبط. صبعا صح. اه. اه. لا انا اخر حاجة انت كنت لفت حاجة يعني كنت برضو بستفز منها بتاعت. اه. في محجبات واخلاهم وحشة. وفي مش محجبات واخلاهم كويسة. فا يعني اه. المشكلة هنا في الربط اصلا. انشان انت قلتها في النص فانا مش عايز برضو فويتها لان ده بيتقال انه اه. اه. دس نوت مين كوزيشن. ايه. يس. اه. يعني الحاجتين دول ان هم مرطو. يعني ماشيين مع بعض مش معناه ان هم سأل في بعض. يعني لما لا يعني مسلا مسلا. اه. اه. النور طفى فالكباية واعت. ملاش دعوا ببعض. مش معنا ان ده حصل مع ده ان هم مرطويتين ببعض. فبلاش بس السزاجة شوية. يعني واحدة عايزة بس ان هي. سواء بقى ترضي هواها او حتى عايزة تهاجم الموضوع. فتربط ده ده. هو اصلا مش مع. يعني ما حدش قال انه هتبس حجاب الاخلاق كويسة. ما حدش قال انه على الحجاب والاخلاق كويسة. ده منطق غريب جدا. وربطة وهمية. فجزء من اللي انت برضو قلته يعني من شوية. فبس حبيت اأكد عليها. ازاي بقى ايه. ممكن يعني انك ممكن نتكلم في دي. يعني ازاي واحدة يعني ممكن حتى لو نصايح ازاي واحدة تحمي نفسها. او 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 تاخد خطوة يعني عملية. انا بحب جدا الفكرة. الرشاءان. اه. يعني بحب جدا حوار ان حدي اه ينطف الحوار كده وخلاص يعني. اه. يعني احنا كنا قاعدين بنبني وبنتكلم على فكرة انه النصيحة والمش عارف ايه وربنا بيبعت. لو حد بيتفرج علينا. فدي من يعني يعرف دي من الحاجات. ربنا. ايه بقى. يلا بينا. يعني في جد. نستنية ايه. لا اه انا. نستنية ايه. النقطة دي. نستنية ايه ده عموما كان درس بتاع دكتور حازم. اه. عن الحاجات. برضو. درس خطير. سمعوه يا جماعة. اسم استنية ايه. يابس درس عديم. اه. بس ان شاء الله يعني. سلامه تخيله جامد جدا ومتخيل ان ما فيش ستات شافوه خالص. لا ازايش. لا اكيد شافوه خاصة. انا من شاء الله ان شاء الله انا ايه مسجد السلام يعني الدروس. طيب العزة يعني. مش كبه بيزعق بتاع اشياء. اه. بيتحمل. انا بحبه جدا عمده. بنا بارك يا حضر. شفته شفته بارك. اه. يا ابني عايزة او عايزة اتكلم. طيب عايزة بس او حاجة في النقطة دي. عرفنا على بعض ولا خايف تتيلش. ايه احنا بس ايه ماشي. اه اه النقطة دي من اكتر الحجالة اللي بحيثها فيها خبث من الشيطان. قريبة شوية من اللي لما ربنا يقل. وقال الرسول. اه يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة. مش هجر القرآن. ان الشيطان بيخلي تعاملنا مع القرآن في ليفل. هو كده كده انت مخدش اللي مفروض تاخده منه. بس مش. انت مش حاسس ان انت هاجل القرآن. انه للأسف الحجاب الصح حاجة. والحجاب اللي البنات بتدق يعني بتروح له حاجة تانية. ودي بتبقى خطوة من الشيطان عشان هي تبقى بصي في واحدة لابسة اصلا مش لابسة خالص. وهي لابسة طبعا البنطلون الدايق وممكن تبقى رقى ببينة والشعر اللي هو مش ده الحجاب وانت عارفة انه مش ده الحجاب. بس بتبقى مرحلة خبيثة جدا كم واحدة بتتحجب هنا دي وبتروحش الحجاب بقى التانية. فهمين قصدي? نقطة ان واحدة تروح لدي بعد كده دي يعني نسبة ضئيلة جدا. والحوار ده بيخلينا حس انه لأول ما لدي واحدة الحمد لله تحجبت. ايوة ايه. فهمت لابسة هي هي الجنز والبادي الدايق بس غطيت شعرها بالطرحة. طب ما انا ماشي احنا عايزين بقى اللي هو الحجاب الصح. انت اصدق ان. ما بيحصلش اصلا كده. هي بتبقى فاكرة ان هي وصلت للمرحلة. والحمد الله واحدة من كزا وان شاء الله كزا. وبتخش في نفس اللي احنا قلناه. يعني يعني خلينا نمسك شريحة مثلا. هات ميت واحدة محجبة. هتلاقي التسعين في المائة منهم الحجاب اللي هو مش اللي هو لسه اصلا مش هو ده الحجاب اللي ربنا يريده. ايوة انت اصدق انها لو حطت لو لو واحدة حطت خطة لنفسها ان دي خطوة عشان بعد كده اتحجب صح. ما بتبقاش خطوة عشان بعد كده. كام واحدة بعد ما لبست ده راح تلد فيه. حال. بس كام واحدة من الشيطان عامل مرحلة خبيثة جدا. حال. عشان البنت تقول انها تحجبت ويبار كلها. وتقعد تتكلم في انه الحجاب الصعب. وهي اصلا هي في مرحلة مش هي دي اصلا الحجاب. مش مش اللبس الواسع. مش اللي لا يصف ولا يشف. وبعدين ايه? كل بيبقى الموضوع التركيز على اللبس. طب فين الميكاپ. طب فين البرفيوم. طب لا لا خلاص. طب فين الخواتم والاكسيسوري زي. يعني ما هو الحجاب باكيج. فبيبقى الموضوع تسعين في المائم من الحجابات ووقفين في الليفل. طب ما احنا مقول لها ايه محجابات. وهو ده يعني فاهمين عايزة وليه? فالخطوة دي انا انا بحذر منها جدا. انا لأ خلاص يعني هتصلي صلي بقى الدهرة ركعة ما توقيش هصلي ركعة. وانا كده كويس وهي الدهرة ركعة. هو الحجاب كده. فمن لو هنصح نصيها واحدة ولا بتحجبتي هو ده احنا كامعة ده. ده غير كده احنا احنا هنعتبر نفسنا. احنا ليه? لانه لما اعتبر نفسي ان انا الحمد لله ان انا بس حجابة. دي بتهمت جدا. طبعا. فمحتاجين نبقى شايفين ايه المرحلة الخبيثة للشيطان عملها دي. وان انا لو هروح لها دي اسمها ايه عندي. اسمها ايه عندي ربنا. ودايما طبعا. حمده الله انا مش. انا مالي بدأ. انا مالي. انا لعب بالحجاب اللي احنا بنقول ليه سوابه بيدخل الجنة. ده اللي لازم يبطل بسيسله. فدي من الشبهات يعني بستفز منه. الشيطان زكي. طيب انا لو هنصح عندي النصيحتين يعني. يعني انا شايف ان من اخطر حاجة على على البنت. او عموما يعني في الطاعة ان الانسان يشوف اللي اقل منه. ده قريب من كلام انت بتقول. يعني انت لما 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 هتبص للي بتلبس لبسة اقل بتلبس مثلا بانطلوم مع الطاعة وبتلبس لبسة ادياء منها. يعني هي بالنسبة لها حاجات بها احسن. من حاجات في درجات يعني. فهي بتشوف ان انا الحمده الله انا احسن من غيري. فبالتالي انا الخطوة اللي انا فيها دي حاجة كويسة. فده من اخطر الحاجات. يعني مهم ان انت يكون عندك قدوة ان انت تطمح للا اعلى. يعني السيدة عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من احب. يعني انت لما تحب احد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تحب النبي عليه الصلاة والسلام تحشر مع النبي عليه الصلاة والسلام وتبقى معاه في الجنة. وده بحاجة الواحد يعني ما يستقلش بيها. يعني مشاعر القلب الحب دي. ومن ان انت تحب حد تقتدي بيه. السيدة الحديث في في الاثر عنها في 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 المسند مسند احمد ان لما النبي عليه السلام مات وسيدنا وبكر قصة معروفة ان هي كانت بتدخل بثيابها عادي قالت فلما دفن عمر سيدنا عمر ادفن جنب النبي عليه السلام في حجرة عائشة جنب سيدنا وبكر. قالت فوالله فوالله ما دخلتها الا وانا مشدودة علي ثيابي حقيقا من عمر. عمر ميت وهي دخلها مشدودة علي ثيابي. مم. ففكرة ان هي تبص اللي اعلى منها. ان في الدين. ان انا عايز اوصل لده. ان دي الحاجة الارضة لله. يعني مش بس ان انا هدخل في حتة ان اصلا خلاص انا عملتك اللي علي. لا انا بدور على ايه اللي يرضي ربنا اكتر. ايه اللي ربنا يحبه اكتر. ايه اللي يوصلني لدرجة اعلى اكتر. مارضاش لنفسي اقل حاجة. دي اول نصيحة. ما تبصش لقل منك. ماشي. حط نفسك في بيئة كويسة ما تبصش لقل منك. الحاجة التانية ان انا بقى فاهم ان التبرج او ان معنا التبرج مش كلمة يعني احيانا لما بسبب الاعلام او الافلام وكده ان بيكلمة متبرجة ويجي واحد عامل كده ومش عالفيه بتاع ان كلمة التبرج دي بقت لما بتتحط في اي سياق وكتير من الفاظ القرآن يعني. بقى كأنها كلمة متخلفة او كلمة رجعية. ايه. بينما ده تعبير قرآني يعني ربنا نصح تعالى تكلم بهذه الكلمة. قال تعالى. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. ماشي? فده لفظ من الفاظ القرآن. وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم باحسن كلام. فده لفظ لما تسمع حتى ده عشان كتير ممكن يسمع كلمة هو بيقول متبرجة ليه? كلمة متبرجة ده وصف عندنا في دننا يعني. فان البنت تخرج لبسة لبسة ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى متبرجة بالزينة بتاعتها دي او تنزل صور لها ده خطر كبير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ان ده من اسباب عذاب النار. وده ما ينفعش ان حد يهرب منه يعني انفعش حد ان احنا يعني انا بغشاش لو انا جيت وما اقولكش ان في حديث كده موجود عندنا في الدين. فانت تعتقد او البنت تعتقد ان انا عادي ان انا مبقاش محجبة. او ان انا لو مدت مثلا على ترك الحجاب ان دي حاجة عادية مش حاجة كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الفعل ده ان الفعل ده ممكن يكون سبب في دخول النار. قال صنفان من اهل النار لم ارهما. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. بيعذبوا بها الناس. قال ونساء كاسيات عاريات. مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. قال لا يدخلن الجن ولا يجدن ريحة. وان ريحها قال وان ريحة لا يوجد مسيرة كذا وكذا. قال ايه النساء كاسيات عاريات. كاسيات عاريات لم تقرأ في تفسير اهل العلم في معنى كاسيات عاريات. قالوا كاسية في الدنيا عارية يوم القيام. او كاسية من بنعمة الله عارية من شكره. او كاسية ان هي لبسة كأنها لبسة كاسية لكن اللبس ده يصف الجسد كامل فكأنها عارية. كاسيات عاريات. مائلات يعني مائلات عن الحق. او مائلات في المشية بتاعتها. يعني وهي ماشية. بتتدلع وهي ماشية. مائلات مميلات. مميلات يعني اما ان هي بتخلي اللي تشوفها تتأثر بيها. فتبقى عايزة تلبس زيها وتمشي زيها وتعمل فعلها. فهي بتبقى فتنة للنساء. او مميلات لقلوب الرجال. ان الرجل بيفتن بالنظر للمرأة. فهي مائلات مميلات. ماشي. فبتدعو غيرها. يعني هي مالت عن طريق الحق. ماشي. وفي نفس الوقت بتشد ايه? بتشد مع قال رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة وصف. قال لا يدخلنا الجنة. ولا يجدنا ريحة. وان ريحة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فانا لما اعرف ان ده الفعل بتاعي ده ممكن يكون سبب ان انا ادخل النار. هو يعني يعيش ايه اللي في الدنيا يساوي? ان انا ان الواحد يعزب لحظة في النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بانعم اهل الدنيا. بانعم اهل الدنيا هو من اهل نار فيغمس في النار يغمس. فيسأل يا ابن ادم هل رأيت نعيما قط? فيقول لا والله يا رب ما رأيته نعيما قط? يعني ينسى كل نعيم الدنيا. يعني كل اللبس وكل حاجة بقى. كل حاجة انت ده مش مش شخص عادي. يعني انعم اهل الدنيا. هو من اهل النار. فالانسان مش مش هينفعني حاجة. مش مفيش حد هيفرق معاكي او هينفعك في لما تخل القبر. ولما تسألي قدام ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال وقفوهم انهم مسؤولون. مش حد هينفعني. يعني ولا امك هتنفعك ولا صاحبتك هتنفعك ولا اللي بيترق عليك ولا الشغل لمديرك اللي انت محتاجة ان انت يعني فكرة امتهان المرأة وان هي تلبس لبس علشان اه تبقى في وظيفة معينة لازم يبقى ليها هيئة معينة. كل ده مش هينفعك قدام ربنا سبحانه وتعالى. مكلفة تسألي. فدي دي نصيحة. انا بنصف نصيحة ان ما ننساش الجانب الاخروي. او نخلي ان ده ايه عادي كأنه مش موجود. لا. هو الحديث في صحيح صحيح مسلم. وده واقع. فدي نصيحتي. ان اول حاجة ان هي ما تبصش للاقل منها. تحط نفسها في بيئة كويسة. صحبة كويسة. تاني حاجة ان هي تخاف من عذب ربنا سبحانه وتعالى. يعني اقدر اقول ان ترك الحجاب او التبرش ده من اسباب العذاب اه. طبعا. 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 يعني اه. هاكد بس على نقطة. اه. اه. اللي يخلي واحدة تبعد او او ما تقربش يعني الجو العام اللي هي تحط نفسها في. يعني لو هانا ننصح برضو يعني في النقطة دي. انه يعني ما ينفعش تبقى واحدة. اه. عاملة بقى فولو. الخمسين موديل بقى فهم. وعملة تتفرج عملة. وعملة تستثار في انه الزينة هي والجمالة هو اللي انت محروعة منه. ده لازم تحمي نفسك منه. ده لازم ان انت تخلي بالك منه. قال افلحة من زكاها وقال اخوى من لساها. الزبط. فانه ان هي لازم تبقى يعني زي ما اه اه اتفرج عالميا. وهقعد معهم هون بالكلمة واسمع. وهقعد وامشي في الشرع وبص. لازم تقلل شوية من المؤثرات اللي هتضعفها دي. فده مهم. وطبعا. لازم تبقى عارفة ان ده نتيجة. يعني ده نتيجة. ده نتيجة. وان الواحد مسؤول عن نفسه. يعني انت انت ما انت مفعش تفضل عيش سايب وخلاص سايب نفسك. انت لازم تمسك. عارف? وتوجه وتحرك نفسك صح. ما ينفعش تسيب نفسك كده وخلاص. زي لما فعلا من من السزاجة اللي هي بتاعت ده فجأة قلعت الحجاب وفجأة انتكس وكده. يا جماعة هي هو سل المعروف اصلا بس يمكن ساعته يا زوحليقة. بس هي بس هي معروفة. يعني من اول بقى بناء الايمان وقرب من ربنا والدروس. بس معها اللي احنا بنقول ده الصحبة والبيئة. طبعا انت قاد مع مين عمال يدخي 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 حد ما هيعمل فيك حاجة. تتفرج على ايه عمال يدخي يدخي حد ما هيعمل فيك حاجة. اللي انت قلت طبعا تذكر ان انا بعمل ده ليه? انا الشبهات ده نفسي اللي اسمعنا يقعد كده طب انا عايز اطلع انا اصلا مشكلة انا فين في اللي اتقال ده انا انهي واحدة. وحدت نفسي بيها ايمانيا وعقليا لحد ما حل. فده مهم جدا يعني. وفي الاخر نعمل حاجات اه التنازل بتاع الحاجات ما ينفعش يتقلع فجأة يعني. يعني اللي بقلعه فجأة قليل جدا. فعلا يعني. اللي بقلعه اللي هو ايه? اللي هو يعني 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 زي يعني حد جدا. يعني بقلعه فجأة. اللي هو من من هي الزيرو ده. ده اقول ايه اللي كنت? الاصل اللي بيحصل من الشيطان. الحاجات اللي هي هتشمر ده شوية وهتلبس ده شوية. في حاجة اعايز اقولها بس يعني مش عارف هي في الحتة اللي انت بتكلم فيها يعني. يعني من غير تسمية يعني. كان من من القصص اه من القصص المشهورة في قصة قلع الحجاب يعني اه هي الاخت اللي هي اللي قلعت الحجاب بتحكي اه ان هي بتقول هي كانت ممثلة يعني وهي بتحكي وبتقول ان هي بقالها يعني كان حد انا مسمعتش ده بوداني يعني بس حد نالي. هي بقالها فترة بتقول انا بقالي فترة متابعة اخبار الفن وكده. ايه اريدت. فدي خلاص يعني دي كده بس كده خلاص. هو ده خط السر الشيطان ده يعني. يعني انت خلاص انا اه فكرة ان انت توعد تشوف مثلا صورك القديمة وانا كنت كزا وتشوف كنت احلى ازاي والشيطان هيدخل يلعب هنا. فده خطر. الهدف من التزكية العكس صح. يعني هو مفروض ان انا ابقى رجلنا ونوار وقعد اقول ايوه انا صح ايوه انا كده ماشي صح ايوه. وابعد عن ده هو الاصل في كده الانسان ما ينفعش يبقى شايف نفسه على انه ما بيتأسرش وما بيتغيرش وما لا. فالانت قلته فعلا هم برضو ايه يشوفوها في الاول في الاخر فيتخضوا. في حين ان هي تقول جوه الموضوع. في تفاصيل في النص. المشكلة ايه. وده بقى انت بتشوفه فق. اه دي دي. وتنزل القصة عشان يعرفه انه عندك شعر. ومش عارف. واحدة واحدة. وحيث الخو الخال اللي تحت ده. وبعاكال. تم والله بتبقى بس كمين بعيد. ماشي. انا عارف بالزبط كده. عارف العصر كده. هي بقى عارفها. هي دي مشكلة. ان هو بقول لها دي حتة دي حتة وهي مش فاهمة. هي برضو نقطة مهمة. نقطة مهمة ان الانسان لما لما يشوف ده. لما يشوف ده اولا ان يعني اول حاجة تبقى في قلبك مشاعر الرحمة والشفقة. اه. تجاهد. اه. يعني ان انت ما تبقاش شوف فلانة ايه قلعتها. يعني ده احيانا كان حتى مشايخنا يعلمونا كده ان انت لما تشوف حد مبتلى. اه. ان انت تبصله بعين الرحمة والشفقة. وتدعيله. لان ده من الحاجة من النظرات اللي بتثمر الامان في قلب الانسان. لكن لما تبصل وبنظرة فلانة انا لابسة. لان كتير من البنات حتى المحجبات. بقى ليه سلوك مش كويس. طبعا. وده مهم ان احنا زي ما احنا بنقول ان طبعا طبعا. انت تبقى قدوة بقى خلاقك حتى خصوصا في الزمن اللي احنا في ده. اه. فهي لما تشوف واحدة اه مش مش محجبة اه او لبس اللبس ما يريش ربنا يعني فهي بتبقى ايه بتبصلها باستعلاء كده ان هو. هي بتغضب هي بتغضب بس بتغضب. غلط. غلط. اه. غلط. وده اولا بيتحس جدا من البنات. ايه. ان هي البنت اصلا حتى ممكن بنت مسلا تبقى دخلها درس مسلا ولا حاجة ولا دخلها في مكان كله محجبات فتلاقي في نظرات غريبة لها ان هي حاجة اه في في ممارسات غلط. مش بنقول ان ده مبرر ان البنت متحجبش. ولا بنقول لكل البنات كده. لكن بنقول ان ده كله كده يعني صح. بس انا اه حابب انبه عن نقطة دي. ان انت لما تشوف ده. نحن. يبقى المشاعر اللي في قلبك ان اه اه رحمة. ان انا ادعي للشخص ده. ان انا اه اسأل ربنا سبحانه وتعالى التثبيت لاني ما حالتش ضامن نفسه وربنا يثبتنا. انا بس حابب في الاخر عشان الناس بتحب. لا انا مش اللخص. الناس بيحبوا التركيش بس مش اللخص. انا عادة انا كنت بس هطلب من الناس في الاخر ان هم يعني بعد ما يراجعوا الكلام ده ويقفوا مع عفسهم فعلا يكتبوا في الكمنتيات عشان انت تفهم ان احنا عمنا نعمل ان شاء الله حاك ويسا. اتمنى ذلك. ومش بس الكومنتات بتاعت انا الحمد لله حق دي فادتني وكده لأ ان شاء الله هتشوف كومنتات الناس تكتب يعني اللي خد خطوة عملية كبيرة هتتخض يعني لانه بنا رحيم جدا بي يعني انت قرب ليه شرب وتقرب ليه زرعة. اذا عايز الناس تكتب بس وما تنساش عشان احنا والله ينحس نحنا. قولي كده الاية ما يورد منكم ثواب الدنيا. طيب قولي انت. طيب قولي انت. خليه قولك ما يا ربي ربي ما يورد منكم ثواب الدنيا. نقطين منها مش كده. من كان يريد ثواب الحياة الدنيا لا لا. مش اقول عشان. ياعمل خ leaves. يعمل خلص. اي اي وما يورد. اي. اي ماشي من اس 명Ream man نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسوه. حرر جدا. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة إلا النار وحبطا ما صنعوا به باطل اماك. LIKE الانتانية ما يرد منكم ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد الآخرات أن تؤتيه منها ملافت الآخرة من نصبه. ölعيه بصد آية حياتي متمحورة حولين. منكم يرد الدنيا منكم يوريد الاخرة. بالزبط. صحة الثالثة ايه. الحياتي فعلا متمحورة حولين اللي عايز حاجة ربنا بيديهره يعني المناقشة بقى بتاعت ايه اللي يعمل خير كتير جدا بس هو مش مسلم هيروح فين هو ربنا اداله اللي هو عايزه يعني هو كان عايز ان هو يبقى اجمد حد في الدنيا وعايز يعمل كذا ويبقى اشهر ويتكرم والناس تحبه هو ما طلبش جنة من ربنا بتاعنا بس ولو كان طلب وربنا هو اللي ايد بلقات اللي احنا ذكرناها 다 wait فانتي عايزة ايه انت عايزة ربنا سبحانه وتعالى الحياة صعبة عادي جدا الحياة صعبة وهي دي الدنيا اللي احنا فيها وإحنا عارفين ده لان احنا بنحاول نكافح ومش قادرين ناخد الحياة اللي احنا حاسين ان هية من حقنا الحياة صعبة يعني انت مش عايش الحياة اللي انت ممكن تعيشها لو انت متنازل وانت مرتضي ده عشان انت شايل بقى الVR دي يعني بشكل ما وبنتعي ربنا ان ربنا يعني يكرمنا بالهداية الواحد ممكن يبقى شايف شوية عارف اه انت عايزة ايه عارف انت عايزة تبقي مشهورة جدا ومعروفة جدا وبتروحي تعمل اللي انت عايزها وبتروحي مثلا والحوارات دي دي لها سكة عارف كان في واحدة على السوشيال ميديا برضو قلعتها الحجاب قريب معرفش من قريب مش فاكر بالزبط يعني بس كان منطقي جدا ان ده يحصل ايه تفتح لها قصدا كل ده بالزبط لان هي عايزة ده بجد ونجحت فيه جدا وربنا سبحانه وتعالى فعلا بيديك اللي انت عايزه بالزبط اقسم بالله ربنا بيديك اللي انت عايزه بالزبط يعني مش بالزبط هرخم عليك بس مش مشكلة ربنا بيديك اللي انت عايزه وهزود على كلامك انه دي طاعة والطاعة بتجيب رزب والطاعة بتجيب بركة وتجع وطاعة هتجيب سعادة حازم في الحيطة اللي بيكلم فيها فربنا بيديك اللي انت عايزه بالزبط لما بيبقى حد مصر ان هو يعرض عن ربنا سبحانه وتعالى مصر يوصل لحاجة معينة من المعصية ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى بيحلم على الانسان ويصد عنها ويبعد عنه الحاجة دي اللي حد في لحظة معينة ربنا سبحانه وتعالى بيخلي بين الانسان دي وبين الحاجة انت اللي عايز هو مصر عليه انت اللي عايز بجد ولو عايز ربنا بجد برضو طبعا احسن حاجة اه كان في حاجة تانية والحتة دي انا بحب كتير جدا نتكلم عليها وفكرة انه احنا كمسلمين الفخر بتاعنا ان احنا دايما نعبر عن اسلامنا بالمظهر كويس بعيدا بقى عن مناشط مظهر بيفرق ولا ايه ما الكلام الفاكسان دا اه بس فكرة البراند والبراندينج والليلة دي اللي انا حياتي كلها كده اصلا انه انا بفتخر جدا ان انا يباني ان انا مسلم دايما كويس وكنا منتناقش مع واحد صاحبنا كان عنده قزمة كده في الشغل ان هو بيشتكي يعني ان الدنيا بايزة عنده في الشغل ومتأثر بكلام الناس ومش عارف الدنيا تزبط معاه وبياخدوه يجيبوه بتاع فانا قلت له وش كده قلت له انت مش باين عليك ان انت متدين لو الناس شافت ده هتتعامل معك بطريقة تانية ده هيحميك اصلا كويس فدي نقطة والنقطة بتاعت ان انت لازم ترابريزنت حاجة في حياتك وعشان كده عموما الحاجة بيتحارب لان هو من شرائع الاسلام الظاهرة حاجة شعيرة يعني وانت كلمك صحف ده فدي يعني فكرة ان انت تظهر دينك وتظهر اسلامك دي من الحاجات اللي الناس ما بتحبش تشوفها من المنافقين ومن اهل الكفر يعني سبحانك اللهم بحمدك عشو لا لا انت استغفر اكتب اليك انا بس مستني الكومنت يا تظهر من اللي كان اما نشوف باقي قول ايه فلاصم طيب مش لازم يا عم يقول كفاية انا كان نفسي نتكلم عن السنوية العامة الصلاة السنوية لأ طب انت جاي تقول في اخر الحلقة طب يا جماعة تحبوا نعمل حلقة تنزل قبل دي يعني السنوية العامة لأ عشان نلحب لا ما انت هتفوت خميسة الجاية عشان نعمل حلقة تانية يعني اصدق بكرة وبعد وكده السلام عليكم السنوية العامة فيش يا عام الكلام ده الدراسة يعني